السلام عليكم ازاكم يا شباب يا رب تكونوا كلكم بخير شباب قولة سنوي طيب يا شباب الفيديو ده هو حل هومورك ليسون تو الهومورك ده مهم جدا والاسئلة اللي موجودة فيه مهم جدا لو انت موجود سواء اونلاين او في اي سنتر فلازم تتفرج على الفيديو ده باهتمام عشان فيه شوية نوتس مهمة جدا هتتقال خلال الفيديو تعالى كده مع بعض نشوف اول سؤال طيب هنا بيقول لي دلتا اتش هنا نيجاتف 890 كيلو جول برمول لما الدلتا اتش بتكون نيجاتف فمعنى كده ان الرياكشن اجزو سيرمي هاي بيقولك عايزي جيب الهيت ريليز الهيت ريليز ده الهيت اللي طالت مش دي يعني هو عايز يحسب اللي هي الكيو بي فالكيو بي ليها الماس في في الدلتا تي وده اللي خدناه في ومن هنا كانت الكيو بي او بتطلع بالجول عندي القانون التاني اللي خدناه في ان الكيو بي بتساوي الان هنا هستعمل ان هي واحد هنا معايا دلتا اتش وننبر فاكيد مش هستعمل القانون الاول اكيد انا وانت هنستعمل القانون التاني فنيجاتف الدلتا اتش همستر معايا نيجاتف ات هندرد ناينتي معايا بسري مولز نيجاتف يا شباب ببوستر لما حط الرقم داع الكالكوليتور هيطلع كيلو جول يبقى الاجابة طلعت معايا هي الاجابة تكون بي مش بي يبقى الاجابة هنا تكون يا شباب طيب السؤال اللي بعدك يا شباب بيقول لي فيه تمام عايز يحسب الكيو بي فالكيو بي برضو هنا هتساوي نيجاتف الدلتا اتش الان تمام ليه عشان الدلتا اتش وان المهم جايا انا وانت نعوض بالدلتا اتش وضربتها في النمبر وفي مولز واخترت الاجابة طلعت معايا الاجابة غلط ونقصوني درد يا مستر يهديك يهديك في ايه الغلط قال لك لا الموضوع ده كبير قوي ليه يا مستر كبير قال لك لما الدلتا اتش تكون بالكيلو جول انا ما بينفعش هدخل عوض جوا القانون ده ليه قال لي قصد القانون ده بدايته الدلتا اتش فيها في نيجاتف الكيو فمن هنا الدلتا اتش بتطلع اليونت بتاعتها اللي انا متعود عليها كيلو جول هنا الدلتا اتش اللي طلعا لي بالكيلو جول بس مش كيلو جول فبيقول لك لما الدلتا اتش اللي معك كيلوزول? انت ما ينفعش تدخل بيها القانون ده. لازم اللي معك دي تكون كيلوزول برمول. طب يا مستر بنعمل ايه نحولها ازاي? ايه القصة? طب هو ايه الفرق بين كيلوزول برمول عن اللي بالكيلوزول? قال ايه لأ. تكفينا البورت دي. فمحتاج انا ايه? نروح كده. عشان نفهم الموضوع ده مع بعض ايه? بالتفصيل. بيالك يا سيدي. بتاعتك. وارد ان هي يكون ليها ايه? وارد ان هي يكون ليها يا مستر قانونين. تمام? ايه هما القانونين? قال لك القانون او مش قانونين يا شباب يعني قال لي اول حاجة عندنا مستر بتساوي كيلو جول. تمام? دي انا مش متعود عليه. وارد في وقت تاني ان انا عندي تطلع بتساوي كيلو جول برمول. تعالنا نتكلم على المسميات. قال لي طب نتكلم على المسميات. قال لك يا سيدي ده بنقول عليه ماشي يا مستر. او بنقول عليه جميل يا مستر. وعارفين كل ده. قال لي طب اما قال لي اللي تحت ده بنقول عليه. قال لي بنقول عليه مولر تشينج. او بنقول عليه مولر تشينج ان دي كونتنت اه. ان ان صلبي. طيب ماشي يا مستر بالوقتي انا معاك بقف كل اللي انت بتقوله ده. فين المشكلة? قال لي عامل مشكلة كلها في حتة بسيطة قوي. انه لما انا بديك بالكيلو جول. فانا كده بديك بتاعت يعني لما تبقى مكتوبة عندك بالكيلو جول فانا كده بديك بتاعت يعني بتاعت اللي عندك دي كلها على بعض. طب ماليا بسا لما بتديني الكيلو جول برمول. كده اللي معاك دي ايه? قال لي اللي معاك دي. كده بتكون معين او برو داكت معين انا بتكلم عليه. يعني ايه? يعني المسألة الاولانية لو تفتكر او الاولاني كنت مديك ده معنى ايه? قلت دي معناها ان دي كانت ده بتاعت الميسان لوحده بتاعت يعني الميسان لوحده ده الوان مول منه بيطلع الكمية دي من الهيت. لكن لما بيجيديك ده كيلو جول فقط فالده دي بتخص كلها. بتخص الناس دي كلها على بعض بيطلعوا كمية هيت قد كزا. او بياخدوا كمية هيت قد كزا. انا ما باتكلمش على حد بعيني. طيب. هنا لما تكون بالكيلو جول برمول فدي بتكون معين او معين جوه يا مستر. بيقول لك يا سيدي بالمفروض المفروض اسمها يعني يعني لما تبقى اليونة كيلو جول برمول هي اسمها بما يرضي اللي. الدلتا هيتش هي اللي بالكيلو جول الرياكشن كلها. لكن لما تكون بتتكلم على معين او معين فبتكون اليونة دلتا ار او بيكون الرمز بتاعها دلتا ار اتش تمام? انا وانت في منهجنا بنقول عليها دلتا اتش في الحالتين. كيلو زول او كيلو زول برمول فاحنا في الحالتين بنقول عليها ان دي ايه دلتا اتش. طيب يا مستر. فين المشكلة? قال لي المشكلة في القانون بتاعك. يعني ايه في القانون بتاعك? قال لك القانون بتاعك بتاع الدلتا اتش. اللي هو دلتا اتش. بتساوي الكيو بي. على الان. القانون ده. انك تدخله وانت كيلو جول. قصدك ايه? قصدي من الدلتا اتش اللي هنا هي دلتا ار اتش. هتضحض عليك يا مسلا عشان بلا هتوه منك. انا عندي قانون الدلتا اتش اللي انا متعاود عليه. ان هو كيو بي على ان. صح? فبيقول لك دلوقتي. لو انت في مرة حبيت تحسب الكيو بي. فالكيو بي المفروض هتساوي نيجاتيف الدلتا اتش. في الان. جميل اوي. بيقول لك لو انت الدلتا اتش اللي عندك بالكيلو جول. انت ممنوع. ممنوع تدخل القانون ده. يعني يعني المفروض دي بنكتب عندها دلتا ار اتش. يعني لازم اللي يكون عندك هو دلتا ار اتش. يعني عشان تحسب الكيو بي. فانت لازم يكون معاك الدلتا اتش بتاع ترياكت انت معاين او برودكت معاين. طب انا اعمل ايه دلوقتي. قال لك يا عمي في تحويلة بسيطة خالصة. يعني ايه في تحويلة بسيطة خالص يا مستر. قال لي الموضوع سهل وبسيط بيقول لك ان تعال نمسح بقى ايه? الكلام ده خليك فاكر اللي انا قلت او اعملين اعمل له سكرين ايه شبط. بيقول لك يا عمي في عندنا كده حاجة بسيطة. بيقول لك طب نفترض انا عايز ادخل القانون. قال لك عشان تدخل القانون وانت معاك دلتة اتش. لازم تحول الدلتة اتش دي لدلتة ار اتش. اعملها ازاي مستر انا ساحر? قال لي لا مش ساحر انا اللي ساحر هقولك. قال لك يا سيدي عشان تجيب الدلتة ار اتش. فدلتة ار اتش بتساوي الدلتة اتش اللي معاك على النمبر وفموت. تمام? هو بما يرضي له اساسيا في الكيميا كلها هو الدلتة اتش مش الدلتة ار اتش. يعني المفروض احنا نقول ان الدلتة ار اتش بتساوي الدلتة اتش قصلي النمبر ده القانون او ده بتاعنا اصلا يعني ده ومن ده انت تجيب الدلتا ار اتش يعني مفروض تقول لي خلاص يبقى تجيب انا تانية فدلتا ار اتش اللي انا بحتاجها وبدخل بيها القانون بتاعي بتساوي الدلتا اتش عالنمبر اف مولز كلام جميل ويحترم فين النمبر اف مولز? قالك النمبر اف مولز انت بتتكلم على مين? انت مش الدلتا ار اتش دي بتاعت معين او بتاعت موينة confirmIVE او يا مستر قالك خلاص روح شوف البيانت اللي انت بتتكلم عليه عليه ده البالنس اللي قبله بكما? روح شوف البيانت بتتكلم عليه ده البيانأبله بكما? يبقى بكل بساطة مش البيانس بيساوي البيانس بيساوي النبر بمولز ايوه الموينس بيساوي النامبر بمولز خلص يبقي انا كل اللي انا هعمله انا بتكلم مسلا على البيانت اود حتى هو السوقوه تمام? يبقى عشان اجيب له ال total her اخت اخت بتاعة الرياكشن دي كلها واقسمها على البالانس بتاعه اللي هو النمبر وف مولز ما انا عارف يا مستر ان النمبر وف مولز بيساوي الايه? بيساوي البالانس. يبقى انا كده جبت بتاعي او بتاعي الدلتا ايتش بتاعته يعني ايه? يعني اليونت اللي هتطلع من هنا هتطلع كيلو جول بير ايه? بير مول? خلاص كده انا جبت ايه? جبت الدلتا ايتش كيلو جول بير مول. يبقى يعني ايها يا مستر عشان ما نطلع بطشة كده بكل بساطة من اللي احنا قلناه الدلتا ايتش اليها ايتو ايه يا نرتAI. تمام? ياما تكون كيلو جول ياما تكون كيلو جول بير مول. لو ا делаетato mieli tanks كلها دي دلتا ايتش بتاعي الرياكشن كلها. ما بعرفش استعملها في القانون بتاعي. لو الدي التا ايتش اللي معيneh كلزول بير مول فهي دي انا متعود عليها وبدخل بيها بقانون عادية. بيئي لك انا ان الله اللي معاك فهي بتخص معين او بتخص معين. طب في حالة يا مستر انا في مسألة وده اللي بيحصل في المسائل كلها ان انا في المسألة بتاعتي هو مديني بالكيلو جول وهو طالب مني فهعمل ايه? قال لي ما انا مش هعرف ادخل القانون? لازم القانون ده اللي فيتكم كيلو جول برمول? فلازم انا وانت نتشألم ونحول الكيلو جول دي لكيلو جول برمول. مش هي برمول يا جدعان برمول. خلاص يبقى اسبع النمبر الف مولز يبقى الدلت اتش اللي معاك اسمها على النمبر كده انت جيبت كيلو جول برمول اهي كيلو جول برمول طيب النمبر بقى ده هي دي الفكرة كلها هجيبه منين? قال لي يا ابني هو مش ادلت ار اتش دي او اللي هي بكيلو جول برمول دي. مش بتكون بتخص معين او معين ايه ايه يا مستر روح للبروداكت ده او روح للرياكتنت ده واخد البالنس بتاعه بس كمش البالنس بترمي اللي هو بيساوي النمبر اه خلاص وبعدين قال لي وبعدين بروح هو شايف طالب ايه منك? طالب منك مسلا الكيو بي لما مسلا النمبر يبقى بعشرين مول خلاص يبقى انا الوان مول بيطلع كمية هيت قد كزا هضربها في عشرين. ما الواحد الوان مول بيطلع عد ايه? يعني انت من هنا هتجيب لي مسلا. قول لو دي كانت وان هندرد. لو الكيلو جول اللي معايا دي كانت وان هندرد. والنمبر مع بتاعي في الراكشن. مسلا كان عندي مسلا بتاعه بكام بتوب. فهتم جاي قاسم على يبقى معنا كده انه يش المعاك ايه? كيلو جول عارف لما ببص لها وتفكك من الكامية هتفهم انا بقول لها ايه هو بيقول لك ان اتنين الاتنين بيطلع مية كيلو جول انا بقى ما بحبش هتعامل مع اكتر من فانا عايز اعرف الوان مول بيطلع دي قال لك مش هما اتنين بيطلع مية يبقى الواحد بيطلع خمسين قال لك خلاص لك احنا بنجابها كامية بقى ان احنا نقول بتاع اللي هو تو يبقى معنا كان هي كيلو جول لكل مول يبقى كل مول عندك من الاتش توس وفور بيطلع هو هيجي في المسألة يقول لك ايه طب انا عايز بقى النمبر اوف مولز بتاع الاتش توس وفور ده يكون تن خلاص يبقى انا معايا معايا اللي الواحد بيطلعه الواحد بيطلع خمسين طب لما يبقى عشر خلاص يا مستر يبقى خمسين زائد خمسين عشر مرة بقى اللي هي اكنك بتقول هتيجي بقى تعود في القانون هنا هتقول ايه تن يبقى يا مستر يبقى بتطلع كيلو جول يبقى هما لو بقوا مع عشرة مول فهما هيطلع يبقى جماعة واحدة واحدة عشان اقدر اشتغل جوا القانون ده فانا لازم اعرف الواحد بيطلع كام يعني الوان مول بيطلع كام فعشان تعرف الوان مول بيطلع كام لازم تقسم على بتاعي يبقى لو المية بيطلعه من اتنين اتش توس وفور يبقى الواحد بيطلع خمسين اللي هو طلعت اللي الواحد بيطلعه كده انا معايا الواحد بيطلع كام شوف بقى هو طالب منك ايه في المسألة عايز فعلا اللي الواحد بيطلعه اللي عايز عشر عشرين تلاتين ايه عايز الرقم اللي هو هيعوزه هاجبهول خلاص يبقى بتاعتي في الايه في الان يبقى دلتة اتش ودلتة ار اتش تمام دي بالكيلو جول دلتة اتش الاسباسيفيك لرياكتنت معين او بروضاكت معين تعالى نرجع بقى للمسألة بتاعتنا عشان هي فيها نفس الكلام ده بالزبط طيب شوفيب تعالوا نشوف بقى المسألة اللي هو بيتكلم عليها بيقول لي الرياكشن اللي قدامك الدلتة اتش فيها نيجاتف وان هندرد تونتي سيكس كيلو جول يبقى بيقول لي عدد النمبر الموجود عندك كمان? عايز يعرف فبرضو انت هتيجي بكل طلاقة وتعمل اللي احنا تعودنا عليه ان انت هتقول لي يا مستر يبقى الكيو بي هتساوي دلتة اتش في الان بتاعي. الدلتة اتش اللي عندي يا مستر بالكيلو جول. طب اتفعت انا وانت عشان ادخل القانون ده لازم الدلتة اتش اللي تكون موجودة معايا فهي تكون كيلو جول بير مول مش كيلو جول بس. طب اعمل ايه? قال لي يا مستر بكل بساطة انت بتتكلم على مين? قال انا عايز احسب اللي بيطلع من الان اي واتش. قال لي خلاص يا مستر يبقى روح شوف الان اي واتش الواحدة بتطلع كم عشان ادخل القانون ده لازم تبقى كيلو جول فاعشان ابقى كيلو جول標 لازم اسمع على المان بقسم على المان مان يا مستر. godt لي انت هبتتكلم علي من. على ن喂? فين بتاع ليه nat ART? اللي انا بتغولо ده انا اللي هحسبوه في الاخر ده. انا هروح هشوف في الاقوائشن نمبر فموس بتاقي نر او ايش بتاع ن هاندرد توينتي سكس. انا عايز اعرف الواحدة بتطلع كام? فلما اسمت على فورت طلعت معي سيرتي نيجاتيب سيرتي وان بوينت فايف كيلو جول مول يبقى راتب دايما تفكيرك لو انت عارف الواحد بيطلع كام? فلما اطلب منك اي عدد هتعرف. يعني ايه? يعني اللي موجودة عندك نيجاتيب وان هندرد توينتي سكس كيلو جول دي هي الاربعة ان ايه ويتش? انت عايز بقى الاتنين ان ايه? ويتش واحد قال لك مصصة نصة يا عمي طب نفترض جايبها لك فراكشن نفترض قال لك ان النمبر هتبقى تو بوينت سري فور فايف سكس لازم هنا تبقى عارف الواحد بيطلع كام? عشان تشوف الرقم الغريب اللي هو حطه ده بكام? هنا اه عشان فور ويتو فهي سهلة. بس لو هي مش فور ويتو لو هي ارقام تانية فادماغة هتعلق. تمام? فانا امشي يا مصر بالخطوات اللي انا عارفة. انت عايز تشوف الاتنين مول من الاني ويتش بيطلعو كام? صح? عشان تعرف الاتنين يطلعو كام? ما قدرش. لازم اعرف الواحد بيطلع كام? عشان تعرف الواحد ده بيطلع كام? تعمل ايه? تاخد الدلتة ايتش اللي عندك اللي هي كيلو جول? تقسمها على اللي معك بتاع الاني ويتش اللي هو البالانس. كده انت جبت الواحدة اني ويتش بتطلع كامي. يبقى سيرتي وان بوينت فايف كيلو جول لكل وان مول. ده بالنسبة للاني ويتش. عايز بقى تحسب اللي هي الكيو بي. هتقول لي يا مستر يبقى الكيو بي هتساوي. يلا. سيرتي وان بوينت فايف. انت عايزها الكل ادي بقى مستر? يوقع تنسى النيجاتف بتاعة الايه? الرول نفسها. عايزة الكل كامي يا مستر عايزة الكل يبقى يا مستر تايمز تو. ليه حطيت هنا الدلتة ايتش بالايه? بالنيجاتف. يبقى نيجاتف تايمز نيجاتف سيرتي وان بوينت فايف قال لي هسي دي على الكالكوليتور طلقت معايا بوستف سكستي سري كيلو جول. طلقت معا ايه? بوستف سكستي سري كيلو جول. يبقى بكل البساطة انا حسبت الكيو بي. حسبتها باي? بان انا لازم اجيبت دلتا ار اتش. بقول لك ايه ما فيه دلتا ار اتش. كان منا نستر يدلتا اتش. دلتا اتش هي. يبقى انا بجيب دلتا اتش عادي جدا تمام? السؤال اللي بعدها كده. يقال لي. يديني. او زياد او 2 دلتا اتش نيجاتب 1 9 6 كيلو جول بيقول لي دلوقتي انا عايز احسب يعني 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 ايه دلتا اتش طبعا مصر ما انا معاه دلتا اتش جفن يبقى انا وانت وصلنا دلوقتي في اول كم مسألة كده الرول كم يعني كزا رول مهمة عارفنا الرول بتاعة الدلتا اتش دلوقتي عارف حاجة كمان مهمة يوم ما اديك الدلتا اتش جفن وتلاقيني بطلب منك تاني الدلتا اتش جفن بحل انا وانت اتو ارو اا دلني لها مستر تاني اتو ارو حاك عليا مش مشكلة يعني خليها عليك المرة دي اخر مرة هنشوف التو ارو لحد تالت سنة وياخر يبقى بكل بساطة كده لو انا مديك الدلتا اتش جفن وفي نفس الوقت طلبت منك تاني يعني طلبت منك الدلتا اتش تاني ففي الوقت ده انا وانت بنروح نحل المسألة دي تقره نعمل ايها مستر قال لي تعالى نشوف كده واحدة قال لي انا دولوقتي بقول لك يعني انا عايزك تحسب الدلتا اتش لما الماس بتاعك بقد كزا احنا في الدلتا اتش ونتعملش بالماس تمام احنا متعمل بنمبر اف مولز يعني تعالى انا وانت هنحسب النمبر اف مولز فالنمبر اف مولز اه اه واعتنسة المسألة اللي كانت كيلو جول بر جرام تمام يبقى انا ما بتعملش بالماس في حالة دلتا اتش غير لما هو يبقى ايه اللي ان دلتا اتش بتساوي كيلو جول بر جرام غير كده انا متعمل عادي جدا بالنمبر اف مولز عشان كده هنا النمبر اف مولز هيساوي الماس على المولر ماس فالماس يا مستر معايا زيرو بوينت سيرتي فور ده ماس مين؟ ماس الهايجين بيروكسايد طب اح رح حسيب له المولر ماس امال يا مستر الاتش بون تايمز تو تلعت معايا يا مستر سيرتي فور يبقى سيرتي فور الكلام ده على الكالكوليتور تلعى بزيرو بوينت زيرو وان مول يبقى النمبر اف مولز تلعى بكام زيرو بوينت زيرو وان مول عارف كده انا بقول لك ايه بقول لك احسيب لي الدلتا اتش لما النمبر اف مولز بتاعك يبقى زيرو بوينت زيرو وان مول النمبر اف مولز مين ده مستر اتش تووووووه طيب اما حل한 دل تا ايتش يا يا مستر اللي انت ام الدهاني فوق دي بتاعت مين قال لي دلوقتي يبص كده الهايجن بيروكسايد اللي عندك الbaينت بتاعو كم? يبقى الاية اللي موجودة عندك دي دي. لما الهايجن بيروكسايد بيبقى هيبطا عاني بتاعتم بتوه.outine tool بتاعتى هبط حد перв Lilly بالانت بتاعه. يبقى لو اعايز اربطها كده مع بعض. يعني يا مستر لما بتاع الهيجين بيروكسايد بيكون تو مولز فكده الدلتا اتش بتاعتنا بتكون بتساوي نيجاتف وان هندرد ناينتي سكس كيلوجول يبقى تاني لو النمبر اف مولز بي تو مولز يعني البالانس بتاع الهيجين بيروكسايد بي تو فدلتا اتش هي معلم بتكون بكم بنيجاتف وان هندرد ناينتي سكس طب انت عايز ايه في المسألة انا عايز احسب الدلتا اتش برضا بس عايز نمبر اف مولز بدل ما هو تو مولز لأ انا عايز نمبر اف مولز يكون زيرو بوين زيرو وان مولز يبقى النمبر اف مولز قل كنت بقول لك الترميل اولي ايه بعد دلت احدش اكيد هتلمعرفش يا مستر كيلو جول يا مستر اكس اهي حطيت اكس مش عارب انا ما اقدرش احكم ماشي تعال نجيب الاكس يلا الاكس تساوي ايه ده تايمز ده اوبر ده يبقى الاكس هتساوي زيرو بوينت زيرو وان تايمز نيجاتف وان هندرد نايمتي سيكس اوبر تو جبنا من هنا الاكس يا شباب تلعت بزيرو بوينت نايمتي ايت نيجاتف تمام كيلو جول يبقى نيجاتف زيرو ليه نيجاتف عشان نيجاتف موجود امش عارف اشيال هاي يبقى نيجاتف زيرو بوينت نايمتي ايه بكيلو جول اللي هي الاجابة الايه الاولانية يبقى بكل بساطة كده عشان متوجعش قلبي لو دلتا ايتش معاك وانا طالب منك دلتا ايتش يبقى في الحالة دينا وانت بنحل ايه يبقى لو دلتا ايتش معايا اهي هناك اهي وانا طالب برضو منك برضو الانصال بي يعني طالب دلتا ايتش فبحلل الدلتا ايتش اللي معايا دي عندي كم مول بالنسبة للال Кстати اللي ها بيتكلم عليها وهنا مثلا بتكلم عند ال هايجينبيل اوكسيد فررحت شفت خلص انا هقول ان الهايجينبيل اوكسيد البلانس بتاعه 2 يبقى المائس بتاعه 2 يبقى لما المائس يكون يكون لاته ديتش بيكون Cai�� Rolling بنلماس تلات zero point zero one مول. يبقى مستر انا عايز احسب دلت ه لما النمبر راخه زيكون zero point zero one مول. بدل ما هو تو يبقى zero point zero one مول. يبقى توب تدينيadata yon hundred smo minus six. يبقى zero point zero one تديني كم اكس. طلعت انا وانت الاكس. دا. time is دا. over دا. ثلاث negative zero point ninety eight. تمام? نشوف مسألة اللي بعد كده. سلم champion. بيقول لي سالفر بيرن اكوردنج تو زا فولوينج اكوشن السالفر بيتحرق بالاكوشن اللي جاية. what is the value of the change in the heat كونتنت. عايز يحسب الدلتا اتش برضو. طب ما انا معايا دلتا اتش جيفن. اوه خلاص نسترفهمنا. يبقى انت قصدك ان المسألة دي هتتحل ايه? تو ارو. ليه يا مستر تو ارو? لو الدلتا اتش جيفن. وطالب دلتا اتش يبقى تو ارو. تاني لو دلتا اتش جيفن وهو طالب دلتا اتش برضو يبقى هتتحل تو ارو. خلاص. ماشي. دي بقى الاولاني انت بتتكلم على مين يا مستر? خلاص. فين السالفر بتاع السالفر بكام? بتو. يبقى لما السالفر بتاع او بتاعه بيكون بتو مولز. الدلتا اتش يا مستر بتكون سيفن هندرد ناينتي. طب هو النمبر اف مولز الجديد اللي معايا بكام? قال لي معرفش. النمبر اف مولز. هو مديني الماسي. يبقى زيرو بوينت سيفنتي فايف. اوفر سيرتي تو. لما احطيت الكلام ده على الكالكوليتور يا شباب. تلات زيرو بوينت زيروتو مول. خلاص يا مستر? يبقى زيرو بوينت زيروتو مول. يا ترى الدلتا اتش هنا تكون بكام اكس. مش عارف. هاجيب انا وانت الاكس ده تايمز ده اوفر ده. يبقى زيرو بوينت زيروتو تايمز نيجاتف سيفن هندرد ناينتي اوفر. التو. على الكالكوليتور يا شباب تلعت معي نيجاتف ناين بوينت توينتي سكس كيلو جول نيجاتف ناين بوينت توينتي سكس ايه كيلو جول اللي ها الاجابة بيه. يبقى شباب بكل بساطة المسألة نمبر سري فور نفس الفكر. لما اديك الدلت ايتش جفن هو اطلب منك دلت ايتش يبقى توقعه. روح يحسب النمبر اف مولز من الماس جفن او يديك النمبر اف مولز دايركت بقى راجل مفترم جدا اه. بس نادرة لما بيحصل له. السؤال اللي بعد كده يقول لي. from the opposite figure on dissolving potassium iodide salt in water. the thermometer reading decreased. قلت. what is the type of which of the following choices represent both the type of the process and delta h sign. reading السرمومتر قل. يبقى معنى كده ان ال reaction دي لما بتحصل بتمتصل. مش السرمومتر محطوط عادي درجة الحرارة في المياه عادي مزبوط. اول ما بدعت احط ال ki ده ايه اللي حصل? قال لي لقيت ان التمبرتشر بتاع السرمومتر بيقل او درجة الحرارة بتقل ال reading بتاعته بتقل. فمعنى كده ان ال reaction دي لما بدأت بدأت تاخد heat. فخلت قرية الترمومتر تقل. يبقى ال reaction اللي بتاخد heat دي بنقول عليها ايه? ايه ايه مستر بتاخد heat يعني ال heat بتدخل جوه ال reaction بتدخل جوه دي endo. يبقى كده دي endo ceramic. endo ايه? endo ceramic. يا جدعان ال endo ceramic دي عاملة زي التكيف. لما endo ceramic reaction بتبدأ فبينلاقي الدنيا بردت علينا كلنا. ليه? عشان بتنتص الحرارة اللي موجودة. وبنشبه ال exo ceramic reaction بتدفاية. ليه مستر دفاية? عشان ايس exo ceramic reaction بتكون موجودة بتطلع heat بتخلينا وقفين حررنين. يبقى ال exo ceramic بتحررنا. بتطلع لنا ال heat برا. ال endo ceramic بتمتص ال heat لجوه فبتخلينا نسقع. تمام? يبقى طالما قلت يبقى reaction دي endo ceramic بتدخل ال heat لجوه. ال endo ceramic reaction الدلت اتش اشارتها? اوه. يبقى الدلت اتش اشارتها بوستف يا شباب. يبقى انا هنا endo ceramic و الدلت اتش بتاعتي اشارتها بوستف. السؤال اللي بعد كده بها يا شباب بيقول لي فيه. يبقى بكل بساطة which anhy reaction بتمثل لما تجيب حضرتك. ايه بتاع اللي هو? معتش اللي هو اسمه ايه كابريت? وتعمله وتولع في الكابريت. الرياكشن دي تكون ايه? هو انت لما عملت الكابريت مشيته على ال rough surface دي. مش الكابريت ولا? ولع دي يعني بيطلع حرارة لبرة. لبرة صح? اي عملية او اي عملية بيحصل فيها ان الهيت بتطلع لبرة فدي بتكون اجزو سيرميك خلاص ايه بس الكابريت بيولع يبقى بيطلع هيت مش محتاجة فكاقة يعني. وانت واقف جنب الكابريت حاسس بيه? حران ولا ساعان? قال لي لو انت واقف جنب الكابريت وحران يبقى اجزو سيرميك. طبيعي لو جبت الكابريت جنب ايدك كده اتلسع. يبقى لا هي عشان انت بتستعمل وانت بتولع? لا. طب عشان هي لما حضراتك بتولى بتطلع ايه? يبقى بتطلع ايه? يبقى بتطلع في يبقى هي وبتعمل يبقى الايجابة هنا تكون دي. بعد كده بيقول يا ترى ايه اخبار انا علمه انا عشان اعرف هنا بيتكلم على مين فيهم اكبر? فهو على حد معلوماتي كانت بتساوي ايوة قولي كده رد معايا طب جميلة يا مستر اه انت بتطلع اكبر من الواحد انت ادلت ايه تطلع ازغر من الواحد او انت بتكون يعني انت بتكون قال لها لو دي 100 ودي 50 ف 100 نقص 50 يعني لو اكبر من الرياكتن فالدلت ايش بوستف يبقى في حالة اكبر من ايش رياكتنت فكده الديلت ايش بتاعتنا بتكون بوستف طيب امتى مسا الديلت ايش تكون لو دي هي اللي 50 و دي 100 اكني بيقول 50 مينس 100 تطلع نيجاتف 50 يبقى مسا لما تكون ايش برودكت اصغر من ايش رياكتنت فرياكشن بتاعتنا الديلت ايش بتاعتها بتكون نيجاتف ورياكشن دي بيكون يبقى دي ايجزو ويل ان دي اندو طيب بيقول لك ايش دي في الرياكشن اللي انت فيها دي احنا عايزين نعرف مين اللي اكبر الاتش رياكتنت ولا اتش برودكت عشان لما اسمهم على بعض اعرف يجيبوا رقم اكبر من الوان ولا اصغر من الوان قلت له اعمل بكل بساطة نوع الرياكشن دي مش مديني دلتا اتش علي بص مش ده اكتف متل اه ومش دي ووتر اه ومش ده يبقى ده ايوة كنا اخدنا الرياكشن دي الترم الاول الرياكشن دي قلت لك بتبقى في عاملة زي الفرقعة اول ما ترمي حتة صوديم في مية بتاعم الفرقعة وبتطلع مع المية كل الرياكشن دي بتكون يبقى الرياكشن اللي عندي دي اجزو سيرميك رياكشن ها طب هو ما قال ليش ليه مستر بيقول لك اصدي رياكشن من المشاهير يعني والمفروض الناس تبقى عارفة ان الصوديم لما بيتفعل مع المية بيطلع هيت وفرقعة وقصص كتيرة فهيتبقى اجزو سيرميك رياكشن معرفش ان احنا على قد حالنا اصلا وعارفين يعني ايه ان ايه بالعافية يعني فالمهم يبقى الان ايه لما بيتفعل مع اله تو او بيطلع لي ان ايه واتش وهيج الحمد لله فاتفقنا ان دي فرقعة وقصص وبتاع بالرياكشن دي اجزو سيرميك في حالة الايجزو سيرميك انا وانت اتفقنا ان الرياكتنت بتكون اكبر من البرودكت لو قلتلك تن تطلع بكام بتو طب لو قلتلك تطلع بزيرو بوينت فايف يبقى لو الكبير فوق الصغير تحت بيبقى رقم اكبر من الواحد طب لو الصغير فوق الكبير تحت بيطلع رقم اصغر من الواحد حلوة يبقى معنى كده لو جيت على اللي قدامك دي مين اللي اكبر قال لي اجزو سيرميك يعني دلت اتش نيجاتف فرياكتنت بتكون اكبر من البرودكت يعني يا مستل لما تروحت ايه جيب الاتش رياكتنت وتقسمها على المفروض الرقم ده هيطلع معك اكبر من ايه اكبر من الوان مور زان وان ولو حصل العكس عشان انا معرفش هو ايه الاوبشن لو الاتش برودكت هو اللي على اتش رياكتنت فالرقم ده يا مستل لازم يطلع جلوان فتعالي نبص مع بقى بيقع لي اتش على هدش برودكت بيسوي واحد ده مستحيل يحصل طب اتش رياكتنت على هدش سزنة اكبر من الواحد ساني معنا كده ان ال هاد كبيرة والكلدها الصغير الرياكتنت كبيرة صغيرة يبقى الرقم يطلع نيجاتف الرياكتنت كبيرة وبروادكت صغيرة يبدلت اتش نيجاتف يبقى كزوا قل لي يعني الكلام ده بيحقق اللي انا بقوله. يا ابني انت كاتبه تحت بايدك على اكبر من الواحد. يبقى دي اللي انا بدار عليه. طب بص هنا. على اصغر من الواحد. لا دي اكبر. على اكبر من الواحد لما تكون اكبر. قاله مثل صغيرة والجبيرة. يبقى الكلام ده ما ينفعش يحصل. هيكون لزة انوان. يبقى دي كمان غلط. يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة بي. السؤال اللي عندك يا شباب بيقول لي. what is the number which indicates is a heat of the reaction illustrated by the opposite figure. مين اللي بيوريني הيت وهيThe reaction؟ مين اللي بيوريك الدلتاتش؟ الدلتاتش هي الفرق بين الريإكتنت والoscope. لا 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 مستقبل. الفرق بين وมاشي تمام؟. فانا عندي الرياكتنت اللي بيبقى لازق في الواي اكسس wunder هو اللي بيبقى بقيد عن الواي اكسس. فبالتالي ده the and какое product. فلو بنتكلم ان دهez عصار الرياكتنت وده البرودكت. فالفرق ما بينهم اللي هو الجزء ده. اللي هو رقم كام? اربعة. يبقى الفرق ما بينهم هو بيكون مين? الدلتا اتش. يبقى بالتالي رقم اربعة الديكايتز. الدلتا اتش. بعد كابه يقول لي. اتفقت ان هو معك من دقتين. بالضبط ان هو ايه? الرياكتنت. واتفقنا ان اللي بعيد هو البرودكت. فانت عايز تجيب الدلتا اتش. فالدلتا اتش هي بتكون الفرق بين الرياكتنت والبرودكت. فلو احنا بنتكلم ان ده هو البرودكت وان ده هو الرياكتنت. فالفرق ما بينهم هو ده بيكون الدلتا اتش. طب يا شباب حد يفتكر قانون الدلتا اتش ايه? ايه ايه اقول لي يلا. الدلتا اتش يا مستر بيساوي اتش البرودكت ماينس اتش رياكتنت. طب انا معي البرودكت اللي ما تجيبه يا عم. هوا مش ده البرودكت. حلو. البرودكت بكام? بNainty. يبقى ناينت يا مستر. مش ده الرياكتنت. الرياكتنت بكام? وان هندرد تويني. يبقى مستر ناينتي وينوس وان هندرد توينتي. ما يسر. يبقى مستر نيجاتف سيرتي كيلوجول بير مول. يبقى نا جبت البرودكت بنينتي مشيت على الخط بتاها ورياكتنت مشيت على الخط بتاعنا قصة product minus reactant negative 30 كيمجول. يما الاجابة هنا تكون الاجابة بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the graphical the opposite graphical figure shows the energy diagram of one of the chemical reaction which of the following choices represent the type of the reaction and the value of delta H. مين اللي هيقول لي the value بتاعت delta H? احكي لي عليها وقول لي كمان على type of reaction. اللي لازم يا مستر. ال Y axis بيكون reactant والبعيد بيكون ال product. يا مستر اللي عايز تجيب ال delta H. فالdelta H هي الفرق بين reactant وال product. قانون ال delta H. لسه انت مفكرني به. بيساوي H product minus H reactant. عايز تعرف نوع reaction هات ال delta H. وشوف الاشارة. فمستر H product معي. ب40. مينس مستر H reactant معي بتوينتي. يبقى 40 minus 20 تطلع معي ببوستف توينتي. لما الدلت H تطلع بالبوستف معنا كده ان ال reaction بتاعتي اندو سيرميك. يبقى انا بادهار على اندو سيرميك وبوستف توينتي. فاللي اللي عندي اندو سيرميك وبوستف توينتي. اه مستر السرعة دي. اللي جابه الاولانية. طب اللي بعدها اجزو غلط. اللي بعدها اندو صح بس نيجاتف توينتي. فما مينفعش اجزو بوستف يا مستر. يبقى الايجابة الاولانية هي بالصحة. السرعة اللي بعدها شباب بيقول لي. اول حاجة اتكلم فيها معك يعني ايه معناها تفكيك باستعمال الحرارة. يعني ايه تفكيك باستعمال الحرارة? يعني انت هيبقى عندك اسمه مثلا اكس مثلا تمام? يعني اكس واي مع بعض حاجة واحدة. اكس واي ده يطلع لك اكس الواحده. واي الواحده. ده باستعمال الحرارة يعني ايه باستعمال الحرارة? يعني بندخل يعني بندخل معناها ايه قال لي تفكيك بالحرارة. يعني حاجة واحدة تتفكك تديك اكتر من حاجة. حاجتين بقى تلاتة عشرة مش قصة. بس مهم ان ايه حاجة واحدة لما هتتفكك هتديك اكتر من حاجة. بس بتتفكك باستعمال الحرارة. يبقى انا لازم امتص انرجي او اخد الهيت انرجي. فاي موجود في الكيميا يعني يعني تفكيك باستعمال الحرارة. يعني هو لازم ياخد حرارة. فاي بيقابلني يا شباب دايما 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 لازم تكون يعني لازم بتاعتي بتكون يبقى انا كده خلاص بهمت. لما يبقى عندي حاجة واحدة تديني اكتر من حاجة يا مستر يبقى انا عندي اكس واي. لما تديني بص يا معلم اكس وتديني واي. يبقى هي كده تفككك. فطالما هي تفككت. يبقى الرياكشن دي يعني بتتفكك بالحرارة. بتاخد هيد. يبقى انا كده عارف اني نوع الانرجي هو بتكلم يبقى انا بدور على حاجة في اللي تكون اندو سيرميك. تكون ايه يا معلم? اندو سيرميك. طيب يا مستر. عايز اقول لك ايه? اندو سيرميك. اتفقت انا وانت في شرح الحصة. لما تبقى تحت. والبرودكت يبقى فوق. فمعنى كده ان البرودكت اكبر من بنكون اندو. العكس لما تكون فوق والبرودكت تحت اجزو. يبقى تاني الحتة دي. لو فوق والبرودكت تحت يبقى اجزو. لو الرياكتت تحت والبرودكت فوق تبقى اندو. يبقى لو الرياكتت تحت فوق اندو. فبالعكس. رياكتت فوق. برودكت تحت اجزو سيرميك. فانا بدور دلوقتي طالما انت بتقول سيرميك دي كنبوزيشن يبقى انا بدور على حاجة اندو سيرميك مش اجزو سيرميك. فهنا يا شباب اللي اللازق في الواي بيكون والبعيد بيكون برودكت. فبالتالي يا شباب دي تعتبر اجزو سيرميك. ليه? هادي يا مستر فوق والبرودكت تحت مش مصدقني. ايبقى نقص? مش دي ايما مستر يعني مسلا ادي ايه ارقام لو فمعنى كده ان مثلا بول هندرد. فاكنك هتقول اتش مينس اتش رياكتن فهتقول توينتي ماينس وان هندرد. فتطلع معك بنيجاتف ايتي يبقى ديها مستر اجزو. تمام? بالتالي هنا برضو فوق. والبرودكت تحت. يعني يا مستر عندي بالنجاتف. فدي برضو مستبعدة. طب تعال على دي. تحت. والبرودكت فوق. يبقى دي يا مستر بتاعي قال لي اصبر. هنا تحت. والبرودكت فوق برضو. فمعنى كده ان الدلتا هنا بالبوست ومعنى كده ان الرياكشن دي اختار مين يا بس? قال لي انا عندي دي اندوسيرميك ودي اندوسيرميك. مين فيهم اللي هو عايزة. قال لي يركز كده. بيقول لك دي كومبوزيشن رياكشن. which take place in shorter time. take place in shorter time. shorter time. يعني ايه shorter time يا شباب? قال لي يعني اللي اخدت وقت قصير. قال لي مستر مين اللي ياخد وقت قصير? قال لي اللي ياخد وقت قصير? يكون سي ولا دي? قال لي عمّ بكل بساتة يعني بتاعك اللي هو بيكون بالنسبة لنا احنا بتايم. مين اللي تاخد وقت قصير? الرياكشن دي? وقال للرياكشن دي يا مستر قال لي انا بص هنا يا دوبك زت وطلعت البرودكت ما اخدتش وقت. لكن الرياكتنت هنا قعدت وقت كبير في الزيادة عشان توصل للبرودكت. يبقى انا اخي شايف ان الجراف اللي موجود هنا ده اخد وقت. لكن الجراف اللي موجود هنا ده ما اخدتش وقت يبقى بالتالي هنا للاجابة بتاعتي تكون الاجابة سي. طال بقى يا شباب يقول له ايجزو سيرميك رياكشن زت هاز وبيقول لي بنقصين يعني بيقول لي بالنجاتف عادي يعني بص على ما بصش على ان دي فتجي تقول لي اه مثل ازغر من نجاتف مثلا او نجاتف تن اكبر من نجاتف فتجي. ببص على القيمة نفسها النيجاتف والبوسطف دي بتلك دي ما هي الا اشارة الهيت يعني اما الهيت طلع اما الهيت دخل انا ببص يعني الاقل قيمة هتطلع يعني يعني دي بتطلع لي تن كيلو زول. دي بتطلع لي كيلو زول. بمين اللي بيطلع اقل? قال لي اللي بتطلع لي تانية يا مستر هي دي اللي بتطلع اقل كماتي. بس لما يجي يقول لك ان في الحالة الاولانية بالنجاتف تن. والدل تقيتش في الحالة التانية بالنجاتف فتجي. ما تقوليش يا مستر ان دي اصغر من عشان الاشارة يا عمي لا الاشارة دي هي الدايركشن. ما لهاش دعوة بالكوانتطي بتاعتك دي لدايركشن. تمام? يبقى هنا دايركشن اللي هي تطلع لبرا وهنا دايركشن اللي تطلع لبرا بص للرقم بقى عشرة ولا خمسين مين اللي اصغر? قال لي التانية يا مستر اصغر من الفيفتي. يبقى بالتالي الرياكشن دي بتطلع كمية هيت اقل. يبقى انا عايز بتطلع لي كمية هيت قليلة. هنا تحت. فوق. هنا تحت. فوق. لما بتكون تحت. بيكون فوق. دي بتكون ايه يا مستر قال لي دي بتكون مش مصدق ابقى خد ارقام ونقصهم. يعني خد رقم من هنا ورقم من هنا ونقصه. فوق تحت يا مستر انا بدهار على ايجزه. فالاجابة بيه? والاجابة ايه? مستبع دي. هنا مستر الرياكتن فوق. والبرودكت تحت. هنا الرياكتن فوق. والبرودكت تحت. فالحالتين اللي قدامي دول يا مستر تعتبر ان كده الرياكشن ايجزو سرمج. طب سعدتك عايز انهي واحدة فيهم. عايز ديه والذي قال لي انا بدهار على يعني اقل قيمة للدلت ايتش. خلاص طعا نحسب الدلت ايتش هنا ونحسبها هناك. اه يا مستر اللي هي الكونتنت بتاع البرودكت والرياكتن. كده البرودكت بكام قال لي يا مستر انا شايف ان دي كده وبعد كده بتبقى يعني لو دي زيرو فلما طلع لحد هنا نصها كان مش دي نص المسافة نص المسافة يبقى دي زيرو دي تونتي فايف يعني انت كل مربع بتزيد يبقى دي تونتي فايف بقت ففتي هتبقى سيفنتي فايف نفس الكلام النحل تاني دي زيرو فدي تبقى تونتي فايف فدي ففتي فدي سيفنتي فايف تعال نجيب كده ايتش برودكت ماينس ايتش رياكتن. ايتش برودكت ايتش برودكت بكام يا شباب?اللي ايتش برودكت بتوينتي فايف. يبقى توينتي فايف. ماينس ايتش رياكتن هه مستر رياكتن تبقى سيفنتي فايف تلعت معاها مستر هنا negative 50 يلوجود. يبقى دي بتطلع negative 50. لا دي مينس الرياكتنط بكام? بفتي. يبقى تلقت معي نيجاتف كيلو جول. نيجاتف تونتي فايف ايه? كيلو جول. حلو. نيجاتف تونتي فايف كيلو جول. يبقى دي معناها ان هي بتطلع ماليش ده قبل اشارة يبقى دي بتطلع ودي بتطلع مين فيهم اللي بيطلع اقل? قال ليه بتطلع اقل? يبقى بالتالي الاجابة بتاعتي تكون الاجابة دي. ليه? عشان هيا بدور على يعني يعني اقل كمية للدلت اتش. بعد كده بيقول لي ده بتاعي. هو ناقص يعني في السؤال مش اكتر. فالرياكتن تحت. فبالتالي دي لو جينا نتكلم عليها هتقول لي يا مستر كده الدلتة اتش بتاعتي المفروض تكون فسط فبالتالي بتاعتي اندو سيرميك. فانا بظهر على حاجة في دول اندو سيرميك. او مستر ما عنديش اي معلومات. تاني مستر حاجة واحدة بتديني اكتر من حاجة. يعني انا كان عندي حاجة اتفككت مستر دي سيرمل دي كومبوزيشن. سيرمل دي كومبوزيشن. طب و لما تكون يا مستر سيرمل دي كومبوزيشن استفاد انا ايه? قال لي سيرمل دي كومبوزيشن تستفاد ان الرياكشن اللي موجود عندك كده تعتبر اندو سيرميك. تعتبر ايه? اندو سيرميك. يبقى الرياكشن اللي موجود عندي ايه? اللي هي الاجابة بي هي اندو سيرميك. الاولانية انا مش عارفة. تمام? مش متأكد اندو ولا ايجزو? بس بيه انا متأكد ان هي اندو. وانا بادهار على حاجة اندو. طب ازبر. بص على سيه. ميسان واكسجن. هو يا ميستر كاربون دايكسايد وووتر. مش دي كومبونشن. احتراق. احتراق دي يا ميستر يبقى ايه? ايجزو سيرمك. يبقى دي. ايجزو سيرمك. متأكد ان اي بيكون اي سيرمك. ومتأكد ان اي سيرمال دي الكمبوزيشن بيكون اندو سرمك. فانا بادر على حاجة اندو سرمك. خلاص يا مستر يبقى اللي بتاعي هنا تكون اللي تشوز بي. انزل الديلتا اتش هنا باكس. كيلو جول ترمول. طيب انا عندي هنا اي تو بيديني تو اي. اي تو بيديني تو اي. بص كده بقى. مش ده الرياكتنت. بص تحت. بقى ايه? بقى برودكت. بص كده. مش تو ايه ده? او اللي ايه عن متن? هي البرودكت. بص اللي ايه هنا بقت ايه? يا مستر. قلبت الرياكتنت مع البرودكت. بدلتهم مع بعض. فطالما بدلتهم مع بعض يا مستر. اتفقنا مع بعض ان اشارة تتعاكس الديلتا اتش هنا بصدر. يبقى الديلتا اتش في الرياكشن دي هتكون نيجاتف ايكس. يبقى الديلت اتش بق ايه? باكس. هنا دلتا اتش. حتكون واحد قال لي مستر ثانية او احمد. انا اللي عندي ايه? تحت بقى عندي تو ايه تو. اللي عندي هنا تو ايه? هنا اللي موجود عندي فور اي. اي ده مستر. يعني هنا عندي ايه تو بقى التو ايه تحت. يعني هو قصدك ان الريكشن اللي تحت ديو تضربت في تو مش كده? قل لي الرقم اللي ابتضربه في اتفائنا مع بعض لازم يتضرب في الدلت ايتش? يعني الدلت ايتش مش تبقى نيجاتيف اكس لا. ده لازم تتضرب كمان. في تو. فمعنى كده مستر ان الدلت ايتش بتاعتي بتا impedance ديه تكون نيجاتف تو اكس كيلو جول. ليه مستر نيجاتف تو اكس كيلو جول? اقلت LinkedOp19 جول اقلتل يا عمي. مش الرياكت انتي تتقلبه? طالما تتقلبه يبقى اشارة تتعاكس بدل ما هي تكون بتاع ساعاتك مش زادت ضعف مش اكنه تضرب في تو يبقى لازم يا مستر بتاعتك تتضرب في تو يبقى بتاعتي في مشكلة في الكلام ده لأ تمام يبقى مستر هنا الاجابة بتاعتي هتكون الاجابة بي تكون الاجابة ايه بي مديني الرياكشن بتاعتي ومديني الدلتا اتش ببايتها عايزي يجيب تو مولز نايتش و تو مولز اكسجن برضو واحدة واحدة ميالي ايه اللي هيتغير في الرياكشن قبت له واحدة واحدة مستر الوان مول من النايتشن قدام عينك اهي الواحد بيحتاج ايه اكسجن بيحتاج اتنين يعني الوان مول نايتشن بيحتاج تو مولز اكسجن طيب ها بيقول لك ايه بيقول لك انا دلوقتي هجيب تو مول من النايتشن وهجيب برضو تو مول من الاكسجن يا ترى الدلتا ايه اتش يحصل في ايه عمتا لما بتبقى وان مول مع تو مولز عادي نكتبها داني عشان خاطره ايه مش موضوع ايه المشكلة اهو اهو يبقى لما بيكون عندي وان مول نايتشن الوان مول نايتشن ده اتفقن ان هو بيحتاج تو مول من الاكسجن تمام عشان يديني يا شباب تو مولز من الان او تو وفي اللحزة دي الدلتا ايه بتاعتي بتكون بوسطف سكستي سكس طب انا دلوقتي هجيب تو مولز نايتشن وفي نفس الوقت مش هزود اكسجن هجيب تو مولز اكسجن برضو يا ترى البروداكت والدلتا ايه يحصل فيهم ايه قال لي يا مستر انت كده زودت النايتشن صح الواحدة من النايتشن بتحتاج اتنين من الاكسجن صح انا جبت اتنين من النايتشن فالتنين من النايتشن دي يعني الواحد بيحتاج ضعفه يعني انت لو جايب واحدة فهي محتاجة اتنين اكسجن يعني انا لو جايب اتنين فهما محتاجين اربعة اكسجن عشان تتم طب انا هنا جايب اتنين فبالتالي هما محتاجين اربعة اكسجن عشان تكمل مش كده قال لك لا انا جبت اتنين وسبت الاكسجن زي ما هو زي ما هو بكام بتو مولز نايتشن طب معنى كده ايه قال لي معنى كده ان اللي اتنين مول من النايترين دول مش كلهم يعملوا من النايترين يعمل مع من العشان يطلع لي في نفس الوقت ونفس كده مفيش حاجة تغييرت في طب يا مستر امال الزيادة اللي انا جبته من ده هيبقى فين قال لي ما انت قلت زيادة يعني ده ريمين اه يا مستر يا مستر بتاعت الترمي الاول يبقى انا كده اكني ما عملتش حاجة يا شباب انا بالزبط اكني كان عندي عشان دي تتمي وتدلت ايتش بتاعتها بسط بقول لك لا بقى انا روحت جبت من النايترين زودت اوبا طالة ما النايترين زيادة بقى تدلت ايتش بقى هتزيد دلوقتي هتضرب في اتنين مسلا لا وامتجيب برضو يبقى الوان مول من النايترين اللي انا زودته ده مش هيلاقي اكسجين يتفعل معه عشان الواحدة بتحتاج اتنين مول فالواحدة اخدت اتنين مول طب التانية ما لهاش اكسجين خلاص يبقى الرياكشن هتفضل زي ما هي بنفس الديلت ايتش والوان مول نايتش اللي انا زودته ده يعتبر ولا حاجة هيركن على جنب ويكون ريمين فبالتالي الديلت ايتش بتاعتي هتفضل زي ما هي بسط بسكستي سكس كيلو حضراتك لما بتروح تجيب الكحول دلوقتي اه الايسانول اللي هو الكحول الايسيلي من الصيدلية وترش على ايدك وتعمل ايدك كده ايه اللي بيحسن انا بسط بحسن ايدي ايدي بتبقى برد تكيفة مستر اللي حصل معايا ده تكيف يا مستر يعني ايه تكيف يعني اللي حصل في اداية ده الهيت كده بتطلع من ايد يا مستر الراجل ده بيشد الهيت يعني فيه بتحصل في اداية دلوقتي اللي بيحصل ان في حد بياخد الهيت من ايدي فلما بياخد الهيت من ايدي بيخلي ايدي فيه بيخلي ايدي تحس ان هي برده طب حل كحولة وانت بترش على ايدك بيبقى عامل ايه بيبقى مية صح يعني انت لو جبت ازاز الكحولة وكبتها بتغسل ايدك بالكحول انت بتحط مية على ايدك يعتبر او ليكود صح? طب مجرد ما الراجل اللي بيصب على ايدك الكحول ده يبطل. اعمل ايدك كده تلات اربع فرقات هتلاقي ايدك نشفت ليه? عشان الكحول بيتبخر يا مستر. فبالتالي اللي نازل على ايدي ده اللي نازل على ايدي بيتحول ليه? لهيبور. وهو بيتحول لهيبور بيعمل يا جماعة? قال لي بياخد الهيت من ايدي. هو بياخد الهيت من ايده عشان يتحول من ليكود لهيبور. اه لا مش عشان متحول من ليكود لهيبور. لازم يكون في تسخين يا جماعة. هو الاسانول ما بيحتاجش تسخينة عالي قوي. هو يدوبك ايدك الدافية دي هو بياخد منها الهيت. تمام? يبقى بالتالي ايه اللي حصل واحدة عها? عطيت ليكود اسانول على ايدي. عطيتشها الكحول على دامستر فهو انا باخس الايدي كده بالكحول. لقيت ان ايدي بدأت تبرد وما فيش كحول في ايدي. اللي حصل ان الكحول الليكود تحول لفيبور. ازاي? هو اخد الهيت اللي موجودة في ايدي. يبقى بالتالي اي بتسحب هيت او اي رياكشن يقول لك اه خلتك تحس ببرودة الدنيا. اتا كيفة مستر? اتا كيفة مستر? الموضوع ده موضوع تاكيف. يبقى بالتالي الرياكشن دي اندو سيرمك في بتاعتها بوسطف. هو بيقول لي اختار الرياكشنز اللي موجودة. اول حاجة بيقول لك اسانول سيتو اتش فمعنى كان هي اندو سيرمك. قال لي بس يا مستر ما يمشيش حتى لكيميائيا ولا بالدماغ. يعني ما يمشيش ان انا بكون بتحول من فيبور لليكود. وتقول لي ان الدل تقيتش بوسطف. فيبور لليكود. يعني انت محتاج تعمل عشان تتحول من الفيبور لليكود. زي عشان تتحول من عشان تتحول من التلج للمية. بتحتاج تسخيم. طب عشان اتحول من المية للتلج. بحتاج تبريد. تبريد دي معنى هي انك بتطلع الهيد. طب هنا يا مستر من فيبور لليكود. لا هو مش من فيبور لليكود. طب بص هنا اشاريتها ايه? ده كلام معقول. ده كلام معقول. طب بص يا مستر. من ليكود لليكود يا مستر. قال لك من ليكود لايه? اوه. انا كده القحول الليكود اللي بيتصبع على ايدي بيتحول ليه? لليكود. المفروض تكون يعني تكون اشاريتها والدلتا اتش اشاريتها بالتالي هنا الاجابة تكون الاجابة سي. واحدة واحدة. انا خدت قانون للدلتا اتش. طب ما بقى انت اجبت سيرة البوند. كان بيقول لك ايه? الابزوربد انرجي زائد الريليزد انرجي. الابزوربد انرجي دي دي الانرجي بتاعت اللي احنا بنحتاجها في بريكينج البونز. دي اللي بنحتاجها عشان نعمل لبريكينج للبونز. وايل ان ريليزد دول بتوع البرودكت. ريليزد انرجي دي بتاعت البرودكت. ودي بتطلع في فورميشن البونز. واتفقنا ابزوربد ابزوربد انرجي معناها ان الجزء ده بيكون اندو سيرميك. وريليزد انرجي فالجزء ده بيكون اجزو سيرميك. والبقاء للاقوى مستر. يعني ايه البقاء للاقوى? يعني الاندو ده بيكون اشارته نيجاتف. والاجزو ده بيكون اشارته بوسطف. فانا عندي جزء بوسطف وجزء نيجاتف. اللي يكسب هو اللي يكون الرياكشن تمشي معاك. يعني ايه? يعني لو النيجاتف اكبر من البوسطف فبالتالي الدلتا اتش هتطلع نيجاتيو. فكده يعني لو كبيرة حتة كبيرة وحتة صغيرة فتطلع طب لو حصل العكس حتة كبيرة يعني البصت في كتير والنيجاتيو صغير يبقى تطلع معك كبير يبقى تطلع يبقى هنا احنا اللعبة الحلوة بنشجعها. مين الكاسبان يا جدعان? قال لي الكاسبان اوكي. يبقى انا اندو. طب الكاسبان خلاص يا عمي انا قدرت عيدش هطلع معها ايجزو. احنا بص اللعبة الحلوة بنشجعش. فهنا هو بيقول لي مين اللي يعني الحتة بتاعت الرياكتنت كبيرة والحتة بتاعت البرودكت صغيرة تعالى نشو. عريض كبيرة. عريض كبيرة. Îنظر مثل. البوند بتاعت البرودكت اقوى من بتاعت الرياكتانت ما لو البوند بتاعت البرودكت اقوى يبقى الإجزو يكسب? يبقى لي جبل اولان يا غلط. اللي بعده عريض كبيرة ملوكي لك أو تصور جربة tranونجر كية كبيرة طوارات الموليكيل البونز بتاعت اقوى من بتاعت قليما لو بتوع الرياكتنت اقوى يبقى الاندو يكسب طب انت عايز هي عنده ايه خلاص يا مصدر يبقى الاندو كسبان مصدر الاجابة بتاعتي هيكون بي يبقى انا كان عندي ادتها شوية ادتني 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 ايه حضرك حطيت عليها شوية كده مستر بكل طلاقة. فقسرت اللي موجودة عندك. فطلعنا لك زائد كل واحدة. الواحدة. كلام جميل ومعه. بيقول ايه اللي بيربريزنت قلتها عنشو? طالما الانرجي اولا في يبقى هي اندو. مش ده بس الدليل بتاعي دلوقتي يا مستر. ايه كمان الدليل بتاعي. ان انت بتعمل فطالما بتعمل يبقى كده كده بتاعتي اندو. طب خلاص مسته تم ها. اول اجابة بتقول كل الكلام ده بتقول لك ايه? بتقول لك انت كده بتعمل اه. واللي بيحصل ده ايه? طب كامل. ايه? لا. لا مستر ده مش فورميشن. لا مستر ده مش فورميشن. يبقى الايجابة الاولانية ان اللي بيحصل ده. بعد كده بيقول لي ازا هنا في ساهم ناقص. ايه بيكون اكزوسيرميك لكزا تفسير. يعني بيكون اتش مسلا اقل من اتش. بتكون مسلا الانرجي بتاع تفورمينج البوند اعلى من انرجي بتاعة في حالة فدي الحالات اللي موجودة عندنا ايه? فبيقول لي هنا زا بيقول لي الانرجي بتاعة يعني الحتة بتاعة الاندو. مش الابزوربت دي اندو? حلو. يعني الاندو اكبر من الانرجي اللي بتطلع دي اكزو. يعني انا هنا بقول لك الاندو اكبر من الاندو كسبان. طب ما الاندو كسبان ده غلط قصة انا عايز تكون اجزو. طب بص اللي بعد. زا الانرجي اللي بيحصل لها يعني الانرجي او الحتة بتاعة اللي هو الجزء الانرجي او الانرجي اللي بتطلع اعلى من الانرجي اللي بحتاجها عشان اكثر يعني اعلى من الحتة بتاعة الاندو. يعني انا كيف بقول لك الاعلى من الاندو اهو يا سيدي. ما اعايز اكزو. فطالما الاكزو اعلى من الاندو يبقى الاكزو كسباني يبقى لجبيت اعطي بيه. طب نشوف اللي بعدها عدد اللي الكسر اكتر من عدد اللي تكون مالي مش دعوب بعداد. طب بعد كده معاليش دعوب اعداد. انا مبابصش على العدد اللي تكون والعدد اللي الكسر انا ببص مين اللي بيطلعydi اكتر. ممكن واحدة في البرودكت تكسر تطلع ألف وفي 5 في الرياكتنت او واحدة قصدي في البرودكت تتكون تطلع ألف وفي 5 في الرياكتنت بيتكسروا بيتطلعوا مسلا 600 يعني في 5 بوند تتكسروا طلعوا 600 في بوند واحدة تكونت طلعت ألفة يبقى هنا عدده 5 وهنا عددها واحدة بس دي أقوى منهم كلهم يبقى انا ما ببصش على الاعداد انا ببص على الانيرجي اللي طلع السؤال اللي بعد كده بيقولي إذا بلانت سيلز يوز لايت انرجي تو كاري اوت فوتو سينسز بروسس ال ال بلانت سيل اللي هي السيل بتاعت البلانت كل النباتات بتاخد بتاخد تشوية انرجي بتاخد الانرجي عارفين احنا مضادة من تانية ابتدائي بناخد الانرجي بالشمس عشان نعمل الفوتو سينسز بروسس الفوتو سينسز دي تعتبر ايه هي مش بتاخد يعشان تبدأ يعني هي بتاخد الانرجي في الاول صح يعني هي بتاخد الانرجي بتاخد باخد بدخل يعني بتاعت الفوتو سينسز دي من غير كلام كتير يا مستر بتكون يبقى الفوتو سينسز بتكون ايه مش اجزو انت مش هو انت واقف جنب الوردة بتلاقي نفسك حرام مش قادر يا مستر الوردة بتطلع حرارة لا الوردة بتاخد كاربون دايك سعيد وبتاخد بتاعنا وتوها بتحول لنا بقى الكلام ده الاكسجين والنفوت بتاعها والقصص بتاعت الانيرجي ديها. فبنقول اه اه حلوة هي بتاخد انيرجي. الانيرجي اللي بتطلع يعني الحتة بتاعت الاكزو اقل من الانيرجي اللي بحتاجها عشان ايه مش دي الحتة بتاع ايوها يبقى هو بيقول لي ان الانيرجي اللي بتطلع في حالة اللي هو الجزء الاكزو اقل من او اقل من الانيرجي اللي بحتاجها عشان اعمل دي يعني الهد tau يبقى كده هو بيقول لي ان اقل من الاندو يبقى كده وانا عارف ان الفوتو سينسز اندو سيرمي. يبقى كده الاولانية هي الصح. طب بص بعد كده. صح. حلو. ليه? يعني الانجي اللي بنطلعها في الفورميشن اللي هي حتة الاكزو. اكبر من الانجي اللي بنحتاجها عشان نكسر يعني الاكزو اكبر من الاندو يبقى اكزو وانا عايزها اندو. غلط. طب بعد كده اجابة ايه? هي الاجابة الوحيدة اللي تصلح. بعد كده يقول لي عايز اعلى كمية من الهيت تطلع. عايز اطلع هيت كبيرة. يعني يا مستر عايز تطلع هيت كبيرة. يعني من الاخر كده عايزين الهيت اللي تطلع تكون عالية. يعني عايزين تكون اكزو مش اندو. طيب. طب والاكزو ده يعتمد على مين قال ليه? يعتمد على البرودكت. لازم الانجي اللي بتطلعها البرودكت لما بيحصل الاي اي 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 دي. لما يحصل التصادم ده. التصادم ده يحصل تصادم قوي بحيس ان هو يطلع انجي عالية. حلو. طب ما اقول الانجي دي خلي بالك يا مستر لسه في شوية منها هيتسحب في صح? مش ده بيحتاج انجي? حلو. يبقى البوند اللي هتكسر هنا? واللي هتكسر هنا? لو البوند دي ضعيفة والبوند دي ضعيفة. يبقى مش يحتاجه انجي? عالية. صح? ولو البوند اللي بتتكون بيحصل نهية قوية فبتعمل قوي فبتطلع انجي عالية. فكده لو الانجي اللي انا بحتاجها عشان بريك البوند هنا قليلة. والانجي اللي بتطلع هنا في فورميشن البوند عالية. فكده في فرق كبير صح? فكده الهايست كده بمطلع انجي عالية. يبقى كل ما البوند اللي بتتكون عندك في تكون اقوى. وكل ما البوند اللي عندك في تكون اضعف. فكده جزء الانجي بيكون صغير قوي كده الانجي اللي انا محتاجها عشان اكسر البوند بتكون قليلة. والانجي اللي بطلعها في فورميشن البوند بتكون عالية فكده بالتالي الفرق بيكون كبير كده الاجزو بيكون كسبان هو حطت رجلي على رجلي فكده بنقول يبقى لو عايز خلي بتاعت قوية وخلي بتاعت ضعيفة طب لو عايز عايز كمية اخدها تبقى عالية قوي يبقى اللي في قوية قوي فبتحتاج انجي عالية عشان تتكسر والبونت بتاعت بتكون مش ما بتطلعش انجي كتير يعني لما بيجي ان هي تغبط في بعضها بيغبط في بعضك دوبك انت سمع الصوت يعني. فبقى بيقول لي ده اللي هو ده وكيو ده اللي هو ده. عايز البونت في حالة رياكتة انت تكون عاملة ازاي? عايزها قوية ولا ضعيفة? قال لي لا? عايزها ضعيفة. انا عايز حتة الاندو تكون صغيرة. فبيقول لي لأ. ماشي. برضو ماشي. طيب. عايز البونت ار كيو تبقى عاملة ازاي? البونت اللي عند ار كيو. اللي هي البرودكت لأ انا عايز البونت لاتبراكت تكون كاها وكاها مستر تعمل كلاش. فبيقول لي البونت ان ار كيو وسترونج انا كاها كاها رفض الاولانية والتانية. معيش غير التالتة والربعة. فبيقول لي البونت ان ار كيو سترونج حلو. واللي عايزها قال لي لا مهلا ويك ملاش لازم. فكده كلنا ويك. فكده اندو ولا يجزو قال لي احنا الاتنين بقى نشوف مين اعلمت تاني بحاجة بسيطة. لكن هنا لما تبقى البونت في الار والبونت في الكيو ويك يعني في حالة الرياكت انت البونت ضعيفة فبتحتاج اندو صغير. لكن لما البونت تكون في الار كيو سترونج. فكده هي بتطلع اندو عالي. يبقى جزء الاكزو عالي فكده طلع حلو. عندي اتش تو او اتش تو زائد او تو بيتفكك الارباع اتش واثنين او ده معناه ايه? قال لي معناه ان انت بيكون عندك اتش تو. هي اتش تو دي معناها ايه? قال لي معناها اتش و اتش في بينهم بولد. تمام? بس هو بيقول ان هما تو اتش تو. فبالتالي هما اتش و اتش. لأ وكمان في اتش و اتش كمان. عشان يبقوا ادي واحد ادي التاني. حلو. بيقول لك بيتفككوا الارباع اتش. يعني ايه ارباع اتش? يعني اتش و اتش و اتش. يعني بنعمل بريكينج للبونت. يبقى انا كده عملت هنا للاتش. عملية اسمها بريكينج. كسرت له البونتز اللي موجودة عنده. طب تعالي نبص على او تو. قال لي يا سيدي عندك او تو. اللي هي معناها او و او. ايه اللي بيحصل يا مسر? قال لي اللي بيحصل انها بتتحول لتو او. يعني بتتحول لتو او. يعني بتتحول ل او و او. يعني بتتفكك. طيب. يعني اكني عملت بريك للبونتز دي. يبقى كده الاكسجن برضو بيحصل له نفس العملية ان هو بيحصل له بريكينج للبونت. شيء جميل. بعد كده مع الاتنين او. بيدوني تو او. معناها ايه تو او دول? يعني الارباع اتش والاتنين او دول بيعملوا كلهم مع بعض يا شباب. يعودوا يخبطوا في بعض عشان يكونوا الووتر. اللي هي تو او. يعني اللي هي بنرسمها او اتش. او اتش. وهم اتنين يبقى واحدة كمان ادي كده مستر اتش تو او. اتش تو او. يبقى انا كده عندي اتنين اتش تو او. يبقى اللي حصل ان انا الاكسفل كسرت لهم في الاولانية خلاص يبقى انا الاولانية دي خلاصcómo متفقين انها بريكينج كلها بريكينج. طب اللي هي بيحصل فيها قايي بيحصل فيها ان هم بيخبطوا في بعض فالقلي drin كده كلها كده انا ابكون وانا عندي الووتر اللي هنا بيقول لك عشان تحول الووتر بتعمل كوندنسيشن يعني كوندنسيشن تبريد. يعني ايه تبريد? يعني الفيبر بيبقى سخنة قوي بتبقى مية بس السخنة قوي بتبقى في عايز تحولها للليكود بردها. قلل سخنيتها. قلل درجة حراريتها. يعني اعمل ايه? يعني خليها تعمل للهيت. تطلع يعني عشان تحول من للليكود انت كده بتعمل ايه? هيت. دي يا شباب بالنسبة لي وبالنسبة لك معناك كده ان اللي عندنا بتكون طيب هو بيقول لي او از اللي تكون قال يا مستر اول عندي فبريكينج البونز بنعتبره اندو. طيب يا سيدي بنعتبره ايه في الكاميستري? قال لي يا مستر بنعتبره اجزو. يبقى عشان اكون باعتبره اجزو. طب يا مستر عشان احول من لريكود مش بتعمل فدي كمان اجزو. يبقى انا كده عندي اجزو. اللي التانية واللستيب التالتة. او عشان اتحول من للليكود بتكون اجزو. عشان اتحول من للسولد بتكون اجزو سيرميك برضو. عشان تتحول من لسولد ووتر اني عايز تتحول من ميا لتالج فالميا درجة حرارتها بتكون عالية. عشان تحولها لتالج لازم توصل صفر. فبردها برضو. يعني ايه بردها اقلل درجة حرارتها? يعني اقلل درجة الحرارة بتاعت حاجة يعني الحاجة دي بتعمل للهيت. طالبا يا كاشو رابب يقول لي فيه الاسم بيتفاعل مع الكلورين عايز يحسب الديلتا اتش بمعرفة هنا في خطوات سابتة الديلتا اتش فيها كان بيساوي زائد الابزوربت دي اللي هو الجزء بتاع الرياكتنت ده الجزء اللي بنقول عليه اندو لكن ده الجزء اللي بنقول عليه اكزو لو تفتكر. فانا وانت دلوقتي هنروح خطوات سابتة دي ما بتتغيرش يا جماعة. هنروح نحسب الابزوربت انجي. الابزوربت انجي ده هو الجزء اللي خاص بالرياكتنت. يبقى انا هيجي عند الرياكتنت وابدأ اشوف الدنيا عامل ايه. يعني ايه بزوربت انجي. يعني الانجي اللي احتاجها عشان اقسر كل البونس اللي في الرياكتنت. فهروح ابص على البونس اللي في الرياكتنت هم مين? قال لي عندنا بوند اسمها سي اتش صح? بس البوند اللي اسمها سي اتش دي متكررة كزا مرة. تعالى ان نعدهم مع بعض. مش دي واحدة سي اتش. التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. الستة. صح? يبقى في بوند اسمها سي اتش هتتقسر. بس مش تتكسر مرة واحدة. هتتكسر بمرة هنا. ومرة هنا. ومرة هنا. ومرة هنا. ومرة هنا. ومرة هنا. يبقى البوند اللي اسمها سي اتش دي انا هكسرها ستة مرات. يبقى الابزوربت انرجي انا محتاج ستة مرات انرجي للبوند اللي اسمها سي اتش. يبقى سي اتش دي بتحتاجها دي. قال لي بتحتاج فور هندرد سيرتين. يبقى انا هحتاج فور هندرد سيرتين لدي. ودي. ودي. ودي ودي ودي. يبقى سكرين. زائد. عندي هنا في النص لما تنسteraش دي. اوة ما تاخدش بالك منها. في بين السي والسي. البوند اللي ما بين السي والسي دي عايزين نكسر. يبقى زائد البوند اللي ما بين السي والسي. طب ايه كمان يا مستر? قال لي عندي هنا اسمه سيل بالضو محتاجة اكسر. يبقى زائد يا مستر البوند اللي اسمه سيلسيل. تعال بقى نعوض نحسب هتطلع معي بكام قال لي يا مستر الابزوربت انرجي ستة يبقى سيكس تايمز زاء السي سي بتحتاج قديه سري هندرد فورتي سيكس زائد السي اللي بتحتاج كام يا مستر على الكالكولياتور طلعت معي سري ساوزن سكستي فور طلعت معي سري ساوزن سكستي فور هلو قوي كلام ده بس في مشكلة هي الابزوربت انرجي دي مش جزء الاندوسيرميك والاندوسيرميك بتكون اشارته بيبقى انا هسيب هنا الاشارة البوست هنا تعالى مستر نحسب ريليزد انرجي هتساوي قال لي دي يا مستر هي الجزء الخاص بالبرودكت طيب هيشوف عندي كام بوند بتتكون في البرودكت وكل بوند عشان تتكون بتطلع انرجي قدي ايه فانا كده عندي بوند ما تكونت واحدة كمان واحدة كمان سي اتش واحدة كمان سي اتش واحدة كمان سي اتش يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا عندي خمسة بوند اسمهم سي اتش تكونه يبقى انا عندي خمسة بوند يا مستر خمسة بوند اسمهم سي اتش تكون زائد في واحدة في النص اسمها سي سي اتكونت خبطوا ببعض تكونه يبقى زائد يا مستر سي سي زائد عندي واحدة اسمها اتش سي اللي تكونت. تعال نحسب هنا تكون ايه? هيبقى بكام زائد سي و سي مع كام بسري هندرد فورتي سكس. زائد مستر سيرتي. الكلام ده على الكالكوليتور سري هندر سري ساوزند وان هندرد سا? وان هندرد ايتي وان هندرد ايتي وان. بس في مشكلة مش دي هي مش بجزء الخاص بالبروداكت اللي هو فبنحط هنا اشارة يبقى لما بحسبها بحط اشارة وقال ان لما بحسبها بحط اشارة تعالها نعود في القانون اللي هي سري ساوزن سيكستي فور زائد يا مستر اللي هي الجزء الخاص بالبروداكت اللي هو سري هندر ولا سري ساوزند وان هندرد ايتي ون على الكالكوليتور طلعت معايا شباب نيجاتيب وان هندرد سبنتين كيلو جول بير مول يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة دي موضوع سهل جدا وبسيط اي 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 دلت ايتش عايز احسابها بالبونت انجي بروح اشوف البونتات اللي هتكسر في واحسب عشان اكسر كل واحدة محتاج انجي دي واروح اشوف البونتات اللي هتتكون في البروداكت وكل واحدة عشان تتكون هتطلع انجي دي هحسب اللي انا محتاجه عشان اكسر وهحسب اللي انا محتاجه عشان اكون وخلاص والاتنين اجمعهم على بعض بس بالاشارات الانجي اللي بحتاجها في الكسر الانجي اللي بتطلع في ايه نيجاتف فالسؤال بيقول لي واتزا فاليو اف دلت ايتش برضو وعايز نحسبها بالافريدش بومت انجي القانون بيقول لي بالدلت ايتش بتساوي زائد ريليزد انجي طيب تعالي نحسب مع بعض انا وانت الابزورب انجي اللي هو الجزء الخاص بالايه بالبروداكت بالرياكتن ايدي يا بستر رياكتن عندي هنا هايجين دي مين يا شباب مش دي معناها حلو بس هو بيقول لي يعني ايه يعني انا مش عندي اتش اتش واحدة لأ دي انا عندي اتش اتش متكررة مرتين طب شي جميل جدا يبقى انا هحتاج عشان اكسر دي وهحتاج عشان اكسر دي يبقى كده هي هتكون البوند اللي اسمها اتش اتش يبقى يكني بقول لو محتاج لي دي خمسين فمحتاج لي دي خمسين عشان اكسر دي خمسين وعشان اكسر دي خمسين يبقى انا محتاج عشان اكسر دي ودي كم مية فانا بستسل بعمل عشان اكسر الواحدة محتاج كم خمسين وهما كم واحدة اتنين يبقى خمسين في اتنين اللي هي برضو مية زائد ليه زائد قال لي ما هو لسه فيه حاجة في رياكتن انت كمان قال لي دي مش معناها او بوند او محتاج اكسر دي. في كم واحدة? هي واحدة بس يبقى انا محتاج اكسر. تعال يا مستر يالا نعود. هو مديني هنا. زائد يا مستر. لما تحط الكلام ده على الكالكوليتور طلعت معنا يا شباب. طلعت معنا هنا بكام بي مش مطلعين الرقم. خلاص مش مشكلة. بس المهم ان الرقم هيطلع رقم بوستر. تعال نحسب هنا. قال لي يا مستر انت هتكون ايه? فمستر انا عندي اتش تو او دي بتتكون من او في النص واتنين اتش. ليه? اتفرج على فيديو الشرحة هتفهم ليه بالزبط. بس هيه متكررة مرتين. ليه مستر متكررة مرتين? عليا عشان انا بقول لك اتش تو او. يبقى واحدة اتش تو او اهي. واحدة اتش تو او اهي. طيب اتش تو او دي عشان تتكون. ايه اللي بيتكون معها? اللي بيتكون معها بوند اسمها او اتش? واحدة التانية التالتة الرابعة. يبقى هي عبارة عن اربعة في بوند اسمها او اتش. تعالنا نعوض يا مستر. او اتش هو مدهاني مدهاني. يبقى فور هندرد سكستي سبن. هعوض بالرقم ده بس الرقم ده اشارته نيجاتيب. يبقى الرقم ده اللي موجود هنا بوستر. لكن الرقم اللي موجود هنا ده اشارته ايه? نيجاتيب. يبقى الرقم ده نيجاتيب وده ايه? بوستر. وارح اجمعهم اللي اتنين على بعد هتطلع معي نيجاتيب. فايف هندرد سكس كيلو جول برمول. على فكرة همشقول اي حاجة جديدة. قلي بكل بساطة اللي انا هساعدك في ان انا هرسم لك ده. ده انا سنتقولك برضو في الحسنين يعني سي. والسي بيطلع منها كم دراع? اربعة. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة زائد تلاتة سي ال تو سي ال تو دي اللي هي سي ال سي ال بس همتقررها كم مرة? تلات مرات يبقى سي ال سي ال مرة التانية التالت. وده الجزء الخاص بمين? يبقى هتساوي. عايز ايه يا مستر? عايز اكسر البونس. عندك ايه البونس هكسر واحد اتنين تلاتة اربعة مش دول كلهم يبقى انا هكسر اربعة اسموهم سي اتش. زائد. هكسر واحدة سي ال سي ال. التانية سي ال سي ال. التالتة سي ال سي ال. يبقى هزائد يا مستر هكسر تلاتة سي ال سي ال. نحسب يا مستر الابزوربت انجي. اربعة في سي اتش. هوا مديني سي ال شامستر فور هندرد سيرتين يبقى فور تايمز فور هندرد سيرتين. زائد. السي ال اللي هم الدهني بكام? يبقى سري تايمز تو هندرد فورتي. على الكالكوليتور يا شباب تلات معي. بوستل تو هندرد. ولا توساوزن سري هندرد سبنتي تو. طيب عايزين نحسب هتساوي ايه? قال لي بقى احنا محتاجين نرسم الجزء بتاع اللي قطع البرودكت. تعالى نرسم جزء البرودكت. عندي سي واتش وسي ال. مين في يوم اللي في النص اتفقنا اللي يتحط في النص ويطلع منه الدرعات اللي عنده درعات اكتر اللي هو السي. فكده السي بيقول لك هي ماسكة في اتش. يبقى انا عندي سي ماسكة في اتش. وكمان ماسكة في تلاتة سي ال ليبقى واحد اتنين تلاتة سي ال زائد. عندي تلاتة اتش سي ال اتش سي ال يا مستر اللي هي اتش بوند سي ال اتش بوند سي ال اتش بوند سي ال بس هي منتقررها تلات مرة. يبقى يا مستر كده ايه? الريليزد انرجي الريليزد انرجي كل بوند تكونت عندك. انا تكون عندي بوند يا مستر اسمها سي اتش. يبقى انا عندي يا مستر الريليزد انرجي عندي بوند اسمها سي اتش. زائد. عندي واحدة اسمها سي سي ال بس هي منتقررها تلات مرات يبقى واحدة سي سي ال للتانية التالت. يبقى زائد يا مستر تلاتة سي سي ال زائد عندي واحدة التانية التالتة يبقى زائد تلاتة مديك انا يا سي دي يبقى هتشيل دي نغير اللوم بتاع القلم مسلا نخلي سود. هتشيل دي وتحط ما كانها مديك انا سي سي ال هنا هو هتشيل دي وتحط سري هندرد فورتي مديك ال هنا سيرتي بقى انت عندك على الكالكوليتور بقى عندك زائد تنساش السري دي هتتضرب هنا زائد سري تايمز فور هندرد سيرتي على الكالكوليتور يا شباب الرقم ده طلع معنا سيفن هندرد تونتي سري كيلو جول مستر اوعى تنسى ان دي فبتكون الاشارة هنا هروح مستر اجمع الاتنين على بعض عشان اجيب الدلتاتش يبقى الدلتاتش هتساوي اللي هي تو هندرد ولا تو ساوزن سري هندرد سيفنتي دو زائد اللي هي تو ساوزن سيفن هندرد تونتي سري لما حطينا الكلام ده على الكالكوليتور يا شباب طلعت معايا نيجاتف سري هندرد ففتي ون كيلو جول بير مول خلي بالك ان احنا مش هنقول اي حاجة جديدة في موضوع البوند انجري دي انا مش حاجة انا بشوف البندات اللي بتتكون بجمعهم على بعض. شوف البندات اللي بتتكسر بجمعهم على بعض. في الاخر بجمع راجعهم هنا على بعض بس كل واحد بقشارته. ما فيش حاجة جديدة انا جماعة والله يقدر اقولها لك يعني اتش 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 تول هي اتش اتش. معها بي ار تول هي بي ار بي ار. ده كده الجزء بتاع اللي هو في الاخر لازم تطلع اشارته بوسط. عندي في البروداكت اتش بي ار. اللي هي اتش بي ار بس متكررة مرتين. يبقى اتش بي ار متكررة مرتين. هجمع دول على بعض. عشان اجيب الجزء بتاع انجري. وفي الاخر بديله اشارة نيجة. وفي الاخر هجمع الرقم اللي هيطلع من هنا. على الرقم اللي هيطلع من هنا. اللي هيطلعت معي يا شباب. الاجابة سي. طلعت معي الاجابة ايه? سي. يبقى الموضوع مفوش اي حاجة هنا. يعني مسألة مش محتاج موافعا ده. بيقول لي انزال سي تو اتش تو. فايف اوبر تو او تو. يديني تو سي او تو او. زي اتش تو او. الافريج بوند ايه نرجو بالدهاني. بيقول لي حسب لي برضو. او الدلت اتش تو من عندنا الاتنين. سي اتش توني معناها ايه. قال لي مين يبقى في النص. باكتولي او مستر مشان عندي اتنين سي. يبقى اللي اتنين سي في النص. بقى وبعدين عندي واحدة اتش هنا. وواحدة اتش هنا. طيب. السي يا مستر الواحدة بيطلع منها اربعة درعات. طب السي دي تلع منها واحد. والسي دي تلع منها واحد. يبقى دي بقى لها تلاتة ودي بقى لها تلاتة. هل عندها يعني عندها يعني هل السي مسكة في حاجة غير الاتش قدامك هنا? لا يا مستر مش مسكة في حاجة غير الاتش. طب بنعمل ايه? قال لي خلاص. يبقى التلاتة بوند اللي باقيين يكونوا موجودين ما بيني وما بيني. يبقى وهنا اتش وهنا اتش. كده السي دي عندها كام? واحد اتنين تلاتة اربعة. طب والسي دي واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى مصبوط. طب انا عندي هنا هي او تو دي اللي هي مين? قال ليه يعني او. و او. طب جميلة مستر عايزين نحسب الابزوربت انجي. الابزوربت انجي هتساوي ايه? قال لي انا كده هاكسر بوند اسمها سي اتش واكسر واحدة زي الناحة تانية. يبقى انا هكسر اتنين زائد. قال لي عندي يا مستر موجودة في النص هكسرها اسمها سي تلاتة بوند سي. يبقى هكسر يا مستر سي تلاتة بوند سي كمان. زائد. هكسر بوند اسمها او او. بس خلي بالك ان البوند دي قبلها كام? يعني انت مش عندك او او كاملة. لأ انت عندك يعني ايه يعني انت ااكنك هتحط هنا البلانس. زي من شوية اكدعان لما كان عندي فقامت جاي ضرب في يعني مقلت لك ايه? يعني ايه اتنين اتش سي ال? قلت لك يعني اتش سي ال واتش سي ال. تهم? يعني ايه او او او. قال لي يعني اتنين ونص او او. يعني واحدة التانية ونص كده اللي هو واحدة صغنطوطة. تهم? كلام مش عقلاني. احنا بنضرب في البلانس مش اكتر يعني شو محدش يدخل في التفاصيل الا مستر يعني ايه القصة دي كلها. ولا حاجة. يبقى عادي جدا هاجي هنا واقول له ان انا عندي بوند اسمها او او. يعني اتنين ونص في البوند اللي اسمها او او. مديني هو. قال لي او مستر مديني يبقى زائد مديني مديني يا مستر مديني يا مستر الاو او مديني يا مستر يبقى حطيت الكلام ده على تلات معي يا شباب. عايز احسب انا وانت الابزور بتبقى قصدي. تعالى نشوف ايه اللي هيتكون في قال له مستر اللي هيتكون في انا شايف ان انا عندي يعني ايه قال لي يعني يا مستر السي في النص وقو من هنا وقو من هنا. طب السي بقى لها اتنين بوند والاو دي بقى لها واحدة. يبقى ادي واحدة والاو دي بقى لها واحدة والسي دي بقى لها واحدة ادي التاني. اتش تو او يا مستر. خلي فيها لك يا مستر. هم اتنين سي و تو. يبقى انا عندي سي و تو دي. بتكررها مرتين. اهي. عندي اتش تو او يا مستر. اللي هي او اتش او اتش. تعالي نحسب يا سي دي. هتساوي ايه? قال لي يا مستر. ايه اللي هيتكون? واحدة سي او. التانية سي او. التالتة سي او. الرابعة سي او. يبقى انا عندي يا مستر اربعة هيتكونوا اسموهم سي او زائد. عندي واحدة اتنين او اتش زائد يا مستر اتنين هيتكونوا اسموهم او اتش. هل يا مستر انت مديني القيم بتاعتهم? ايوة مديك القيم بتاعتهم جابن كلها. كام يا مستر? قال لي يا سيدي مديك السي او بات هندرد سيرتي. يبقى تايمز ات هندرد سري قصدي. والاو اتش يا مستر مدهاني فور هندرد سكستي سبن بس تايمز تو او عتنسى الاشارة النيجاتيب. الكلام ده لما حطناه على الكالكولياتور تلعت معايا نيجاتيب. وكيلو جول برمول. طيب انت ببص فين? اكيد حط وراء هناك هتفيها الاركام مش هنقعد نحسب. هم داعي الفيديو كده. المهم هتساوي هتساوي ايه? اللي هتساوي الابزوربت. اللي هي بوسط two nine zero six. زائد بعوض بالاشارة نيجاتيب four one four six. على الكالكولياتور الكلام ده طلعا معايا بقى الفو كامير سيدي تا معايا نيجاتيب وان ساوزن تو هندرد فورتي. اللي هي الاجابة بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي انزار اكشن انتو زائد سري اتش تو يديني اتش سري ادلت اتش بالدهني هنا جزا. وجاي السيدي بيقول لي كزا 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 ان كزا ان كزا. وبعدين بيجي يسألني ولا مستر انا مليش داع انتمش بديني افريج بوند انجي اه يا سيدي اوكي يا مستر خاطر. هروح احسب الابزوربت انجي. ده اللي انا عارفه. احسب ابزوربت انجي. ابزوربت انجي في حالة الرياكتانت. مين الرياكتانت? طب النايجن ده مستر اللي هو مين? قال لي اللي هو ان. وان كمان. بس الان بتطلع تلاتة بونت فهو ان تلاتة بونت. طب مستر اللي هو مين? قال لي الاتش تو اللي هو اتش اتش. بس خلي بالك ان هم تلاتة اتش تو مستر يعني متقررين تلات مرة. يعني يا مستر كبر دماغك هتضرب في البلنز وخلاص. يبقى الابزوربت انجي هتساوي ان. ان زائد هكسر دي. صح? واروح انا وانت نكسر اتش اتش صح? بس في كم واحدة اتش اتش? تلاتة. تمام? اللي هما تلاتة هناك رسمهم لك يعني. يبقى تلاتة في اتش اتش. كل ده مستر معايا. الان ان يا مستر هو مدهاني. بكام قال لي بناين زائد الاتش اتش يا مستر هو مدهاني. الكلام ده مستر على الكالكوليتور طلع معايا. اقعد انت سنة الاشوارات. طيب عايز تحسب ايه تاني يا مستر? قال لي عايز احسب هتساوي. قال لي يا مستر البوند اللي موجودة يعني ايه? يعني انا عندي ماسك فيها تلاتة اتش. ادي يا مستر ماسك فيها تلاتة اتش. بس هامك اتكراره مرتين. يبقى اقول له هو عبارة عن ايه? قال لي عبارة يا مستر عن بوند اسمها عن بوند تاني اسمها عن بوند كمان اسمها يبقى عندي كام واحدة? عندي تلاتة بس ده في منه كام? في اتنين. يعني اكني هقول له انا عندي يا مستر تلاتة اسمها بس خلي بالك يا مستر ان الكمباوند ده اللي موجود عندي ده. في منه كام? في منه اتنين يعني اكني بقول له اللي هو انا كسلت يعني ارسم الان اتش سري دي مرة كمان بس. مش هما يعني اتكرارها مرتين. يعني عندي بوندس ما اتش بس مرة التانية التالتة الربعة الخمسة الستة. ما هي معناها ستة. يبقى انا حسبت الواحد الان اتش سري الواحدة فيها تلاتة. تمام? يبقى الواحدة فيها بوندس ما اتش سري او فيها بوندس ما اتش. التانية التالتة. يبقى الواحدة فيها تلاتة بوندس ما اتش. بس هو تكرر مرتين. يبقى اللي هتعمله للواحدة لقدرابه تمام? يعني اكنك بتقول انا مش معي. طب يا مستر ايه اللي معك? قال لي ما انا معي شخصيا اللي انت بتروح تحسبها. او انت مش المفروض دلوقتي هتقول لي ان هتساوي الابزوربت انرجي. زائد ايوة يا مستر خلاص. الدلتة اتش معاك يا سيدي بكام? ايكوان. الابزوربت يا مستر انا حسبتها معاك تلعت ببوستر ولا توساوزن زائد يا مستر مش معاك يبقى زائد ستة طب هنعمل ايه? قال لي هجيب دي النحط تانية بالنجاتف. فكده يا مستر هيبقى بقى عندي هنا سيكس ان اتش. والناحية التانية يا مستر عندنا نيجاتف توساوزن سري هندرد توني سيكس. طيب. حلوة انا اصار الكلام ده. انا عايز اجيب بقى الان اتش. صح? قال لي بس في حاجة احنا نسينا كاريسية. ايه يا مستر? نسيت انا وانت مش تفكرني اما انت انت تقول لي ان عندها اشارة نيجاتف هنا يا مستر. رازم نحط لها الاشارة. ليه? ما هي بتساوي بالنجاتف. فالن اتش اللي موجودة عندي هنا فيه قبلها اشارة. فالن اتش اللي موجودة عندي هنا فيه قبلها اشارة. ليه? عشان اها دلوقتي عايز اجيب الان اتش بكام? فهاجي هنا هقوم جاية اعمل. وهاجي هنا هقوم جاية اعمل. فبالتالي الان اتش الواحدها. هتطلع معي بسري هندرد ايتي. او آآ سيفنتي ايت بوينت سيكس سبن. اللي هي الاجابة بي. اللي هي الاجابة ايه? بي. تمام? يبقى خلي بالك النقطة بتاعات الاشارة دي يبقى حتى لو هو في مش مدهني فهو اكيد هيبقى مديني الدلتا اتش. مدرى ما هو مديني الدلتا اتش خلاص? موضوع سهل و بسيطة مستر هنجمعهم على بعض. وننقص وقصة ايه? ما فيهش مشاكل. بعد كه بيقول لي from the reaction and the table hydrogen to HCl. we conclude that. عايز يحسب اكيد الدلتا اتش بتاعات الرياكشن. من عناي? حاضر يا مستر. اتش اتش سي ال لسي ال. يبقى الابزوربت انرجي هتساوي اتش اتش زائد سي ال. سي ال. جميل. اتش اتش معايا فور هندرد سيرتي تو. سي ال لسي ال معايا يا مستر. تو هندرد فورتي. طلعت معايا يا مستر بس اوعى تنسى الاشارة. طب هتساوي. انا مستر انا عنديش غير اتش سي ال لسه? يعني اتش سي ال. بس هي متكررة مرتين. يبقى اتش سي ال و اتش سي ال. يعني اكننا عندي اتش سي ال. يبقى اتنين يا مستر في اتش سي ال. معايا يا مستر ال اتش سي ال. معايا يا مستر ال اتش سي ال فور هندرد سيرتي. يبقى معايا هنا فور هندرد سيرتي بس تايمز تو. طلعت معايا مستر ات هندرد سكستي بس بالاشارة. يبقى ات هندرد سكستي. عشان احسب الدلتا اتش. هجمع الاتنين على بعض. بس بايه? من غير ما تنسى الاشارات. يبقى مستر بوسطف سي سبين تو. ات هندرد سكستي. ات هندرد ايه? تلعت معايا شباب ابقى الكالكوليتور. نيجاتف وان هندرد اتش. كيلو جول بير مول. يبقى دلتا اتش تلعت معايا بكام? نيجاتف وان هندرد اتش كيلو زول بير مول. اي مهم بادغر عليها انا قم انتم? ما لقانيا هاش. نيجاتف وان فور فور تو مش هي. طب اتدلت اتش سري هندرد مش هي. طب زا انرجي يبقى انا الاولانية دي مرفوضة. اللي تشوز ده مرفوض. واللي تشوز ده كمان مرفوض. طب هو هنا بيقول ايه? زا انرجي كزا. لأ واحدة واحدة بقى. انت بتتكلم على الانرجي اللي هتطلع من من كزا. صح? قال لي طيب. يبقى انا كده محتاجة اروح اجيب الانرجي اللي هتطلع. بس مش كده. خلاص. يبقى تعالى اللي معك دي. هي الدلتة اتش دي بتطلع لكام واحدة اتش سيل او انت حاسبها لكام واحدة اتش سيل. حاسبها الاتنين صح? يعني لما اللي عندك بيكون فالدلتة اتش اللي عندي بتكون كلام جميل ومقبوض. طب انت بتقولي دلوقتي لا يبقى لما بتاعتك تكون الدلتة اتش اللي عندك تبقى كام? قال لي اكس. ما قدرش يا مستر اقولك. فقمنا جايبين الاكس انا وانتم. ده طايمس ده اوفر ده طلعت يا مستر معايا ناينتي فور كيلو جول برمو. المهم ان دي اسمها ايه? دلتة اتش. انا بتكلم على الانجي ريليز دي يعني بتكلم على كيو. يبقى هروح انا وانت ندور ونجيب الكيو ازاي? قال لي مستر الكيو. بي بتساوي في الان. طب ماشي يا مستر. الديلتة اتش معايا خلاص حاسبتها بكام? بنيجاتف ناينتي فور. تمام? او هتنسى الاشارة بتاعة القانون. اللي هو النمبر اللي موجود عندك. انت حاجيبه الكام مول نمبر اللي انت تتكلم عليه ادي ايه? يبقى الوان مول. يبقى معنا كبه مستر نيجاتف في نيجاتف بوستف يبقى طلعت معايا بوستف ناينتي فور كيلو جول. يا شباب. يبقى خلي بالك السؤال ده يعني صعباني زي ما بيقوله. ليه مستر صعباني? عشان انا خليتك تحسب الديلتة اتش. بس انت بتحسب الديلتة اتش الكام مول لتو مولز. حلو. وما يديتكش الديلتة اتش من ضمن اللي تشوز. فخلاص معك وقفت. حلو. بس لسه في حاجة يا مستر. ايه هي الحاجة? لقيتك بتتكلم على انرجي. بس من وان مول من الاتش سي ال اللي هو البرودر. بس فقلت يبقى انا الديلتة اتش اللي جايبها جايبها لتو مول. تعالوا نخليها الوان مول ازاي تقارو. فانتجا قال التو مول بيطلع كزا. يبقى الوان مول هيطلع اكس. حلو كلام معقول. طب وبعدين. عايز تحسب الكيو بي. فالكيو بي هتساوي نيجاتف الدلتة اتش في الان يبقى نيجاتف ناينتي فور تايمز وان فطلعت معايا بوستيف ناينتي فور. يبقى كده مستر الانرجي او رزلتت فروم وان مول من البرودكت فعلا بتساوي بوستيف ناينتي فور ما بتساويش بوستيف وان هندرد ايتي ات. يبقى الاجابة تكون هنا سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بي سي ال فايف دي كومبوزد باي او دي كومبوزد باي هيت بي سي ال سري. يبقى انا عندي بي سي ال فايف بيتفكك بالحرارة بيطلع لي بي سي ال سري. تمام? عايز يحسب قلت له طب دول سي ال فايف وهو بيطلع بي سي ال سري. مش في حاجة اقصى كده مستر قال لي اه في ايه? فيه اتنين سي ال طيرين. يعني يعني فيه كمان هنا مستر سي ال تو. يبقى واحدة واحدة كده يبقى بي سي ال فايف. لما بيتفكك السيرمل دي كومبوزد دي معناه ايه? او دي كومبوزد معناه ايه? معناه بيتفكك. يعني حاجة واحدة بتديني اكتر من حاجة. هو قال لي على حاجة منهم. ان هو قال لي ان في بي سي ال سري. طب ما في حاجة كمان انت نسيحة هي امين? ان انا كمان عندي يبقى هيتفكك يديني وكمان في حلو. عايز يحسب اتقول له من يعني انا مستر الاتنين هنا يعني انت عندك وماسك فيها خمسة طيب يبقى هتساوي هتساوي ايه? عندي واحدة اسمها الكسر التانية التالتة الرابعة الخمسة يبقى انا عندي خمسة يتكسروا مديني هو مستر البي سي اللي بكم الدهاني يبقى مستر عندي سري هندرد سيرتي والرقم اللي هيطلع من هنا ايه? هتنسى ان هو اشرته بالبوسط عايزين نحسب بقى قلت له حلو عندي يعني عندي بي مسك فيها تلاتة سي اللي بالمنزر ده يبقى انا عندي واحدة هتتكون تانية التالتة يبقى انا عندي مستر الريليز ده هتساوي تلاتة في حاجة اسمها بي سي ال هنا عندي في سي ال وعندي واحدة كمان هنا اسمها سي ال كده مستر نحسب هتساوي. تلاتة في يبقى تلاتة في سري هندرد زائد واحدة سي اللي هي اوعى تنسى ان الرقم اللي هيطلع من هنا اجمع رقمين دول على بعد هتلاقيها هطلعت معاك بوستل فور هندرد توينتي كيلو زولة هتطلع معاك بوستل فور هندرد توينتي كيلو زولة. السؤال اللي بقى يا شباب بيقول لي فيه او ريكشن دي اجزو سيرمينج. فا اجزو سيرمينج وعايزي نستملها الانرجي دايجرام. فا اجزو معناها ان الرياكتنت اعلى من البرودكت. يبقى هتنزل وتوصل البرودكت. مين الرياكتنت? تو اس زائد سري و تو. مين البرودكت? تو اس و سري. الفرق ما بينهم هو ده اللي احنا بنقول عليه الدلتا اتش. فالدلتا اتش في المسألة اللي احنا فيها دي بتساوي كام? سيفن هندرد ناينتي تو كيلو زولة برمو. بيبقى ده الانرجي دايجرام بالنسبة للرياكشن الاولينية اللي هي اجزو سيرميك. الرياكشن التانية هيبقى نفس الانرجي دايجرام بس هيبقى دي تحت والنحة التانية دي فوق باقت الدول الرياكتنت ودول البرودكت والدلتا اتش بالرقم ده. بعد كده عندي هايدرازاين انتو اتش فور is used as fuel in space rockets. when it react with oxygen gas or with fluorine gas according to the following equation. يبقى الهايدرازاين اللي هو انتو اتش فور بيتفعل مع الاكسجن. او بيتفعل مع الفلورين. وفي الحالتين دول هو بيكون. تمام? هنا اول حاجة بيقولي. هي اجزو سيرمي. فهي هي نفس الراسمة اللي فاتت. الرياكتنت فوق والبرودكت تحت. مين يا مستر الرياكتنت عندي الهايدرازاين والاكسجن والبرودكت نايجين. وهايدرازاين واكسجن. والبرودكت عندي نايجين. وووتر. تمام? الدلتا اتش الفرق ما بينه. اللي هو اهو يا مستر. الدلتا اتش هنا نيجاتف سكس هندرد تو كيلو جول. السؤال اللي بعده بيقولي. مين الرياكتشن الاولانية eau والرياكتشن التانية اللي نفضل استعمالها في ال Deeper biomission. قال لي هما اللي اتنين بيطلعوا انرجي. طب هي الانرجي اللي بتطلع من الاولانية بديق علي نيجاتف سكس هندرد تونتي تو كيلزول. طب التانية بقى اللي اتنين بيطلع انرجي. بس اللي انا شايفه ان الرياكتشن التانية بتطلع انرجي اكتر. فطرع ما هي بتطلع انرجي اكتر. يبقى الرياكتشن التانية هي دي اللي انا هستعملها في الروكتز. اشمعنا يا مستر? قال لسا عملها في عشان هي بتطلع اعلى. فخلص ها استفاد اكتر. تمام? اخد بالك ان فوق والبرودكت تحت عارف ليه? عشان ده متل بيتفعل مع اسد. فالمتل مع الاسد او المتل في الووتر دي بيتكون اكزو سيرمك بتطلع هيت. تمام? طيب المهم بيقول لي زا اوزت انرجي دايجران. زا فور ميولا اوزا برودكت وز رايتن زي فيزيكال استيت هاتلي. البرودكت مع الفيزيكال استيتس اين مشكلة مستر زينك مع اتش تو اس افور. فالزينك بوستفل اتش بوستفل اس افور نيجاتف. فالزينك بيعمل للهايجن. فهنطلع زد ان اس افور زائد هايجن جاز. مستر. ايه? قال لي الراجل ده اكوس. ده سوق. طب وده مستر ده جاز. تمام? ان ارو ريبريزنت ذا تشينج ان انسال بي. اللي تشينج ان انسال بي. احكي لي كده ارسم لي الارو بتاع اللي تشينج ان انسال بي. الارو ريخم شوية بس عشان ايه? القلم خطه تخين ادي الفرق ما بينهم. وادي الدلتا اتش يا مستر. ايه. احنا قبل ما نبدأ ان الرياكتنت فوق اهي. والبرودكت تحت يا مستر. يبقى الرياكشن دي بتكون اجزو سيرميك. طيب ده التفسير البلدي بتاعنا مستر. احنا عايزين التفسير العلمي. قال لي عشان الهيت كونتنت اف برودكت لزين زي هيت كونتنت اف رياكتنت. حلو. يبقى الهيت كونتنت بتاع البرودكت اقل من هيت كونتنت بتاع رياكتنت. وسنس ان الدلتا اتش بتساوي اتش برودكت. مينس اتش رياكتنت. فزرفور الدلتا اتش في الحالة اللي احنا موجودين فيها دي بتكون اصغر من الزيرو. السؤال اللي بعد كده. in the reaction اكس تو بلس واي تو. جيف تو اكس واي. بيهي اللي افزة افوند اكس 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 ان واي واي. اروي كارزان افوند اكس واي. يبقى الاكس واي دي اللي اتنين دول الاتنين دول اضعف من دي. بيقل لي. what is the type of this reaction? الرياكشن دي توعتبر ايه? قال لي معلش هو ده مش جزء يعني اللي موجودة في الرياكتنت بتعمل للانرجي. فدي الحتة الاندو. طب الناحية التانية قال لي دي الحتة بتاعت البرودكت. فالبونت اللي في البرودكت بيحصل لها فورميشن. فهي بيحصل لها فورميشن بتعمل انرجي. ف الريtatا فليسة دي قابلين كان. البونت اللي هنا 대통령 والبونت اللي هنا تي بقى الفونت دي لها ما بتتكون بتطلع انرجي عالية طب والبرقización البونت بيكون قولية. فهنا رقم قولية والكزوسيرمك رقم كبير. يبقى الريكشن دي هتكون كزوسيرمك طب ليه مشugh p achение اللي هيحصل لها في حالة في خالة háضبها من الانرجي اللي هيحصل لها في حالة تب ليه مستر عشان اكس واي از سترونجر زان الاكس اكس عند واي واي بونز. ايه اللي انزل اكشن اتش تو بلس سي ال اتش تو سي ال. كالكوليت الدلت اتش فور زيس ريكشن. عايز يحسب الدلت اتش. حسبناها متين الف مرة ونفس الرياكشن دي اصلا. اتش عايز يا مستر طمام الديني افريد. هنا اتش اتش وهنا سي ال سي ال. يبقى اتش اتش. وزائد هنا سي ال سي ال. طيب يا مستر هتساوي. قال لي يا مستر اتش سي ال يبقى اتش سي ال بس خلي بالك يا مستر متقرر مرتين يبقى اتنين في اتش سي ال. هطلع دي وتكون بالبوستر. وهطلع دي وتكون بالنجاتر. مديني الارقام كلها وان هندرد فور. مديني هنا ايت. قال لي يا مستر يعني تبقى وان هندرد سكستي. تمام وان هندرد سكستي سكس. تمام وان هندرد سكستي سكس. مش قادر يا جماعة حاسب والله بسهبي واحش اتبقى. ما علينا من الرقم اللي هتطلع من هنا مستر. وان هندرد سكستي فور المفروض او المنزز سكستي سي يبقى وان هندرد فور زائد فيهتي ايت. وان هندرد سكستي تو. يبقى هنا هيطلع. تمام? بعد كده هم هاتش سي ال لما نيجي نحسبها قال لي مثل تبعة ودي نيجاتف ودي بسطة. عايز يحسب الدلتة اتش يبقى عندي ونهندرد سكس يبقى ونهندرد سكس طلعت فورتي فور يا شباب نيجاتف فورتي فور كيلو جوليو. طلعت معي نيجاتف فورتي فور كيلو جوليو. طب ليه عشان كده اكبر من دروزة هنرسم وطالما يبقى يبقى تفوق والبرودكت تحت يبقى تفوق البرودكت فين? تحت تمام? والفرق ما بينهم هو الدلتة اتش. الكمبوند اللي موجود عندك ده اسمه. اسمه اللي متعرف عليه عندنا يعني اه تمام او الراجل ده يعني الراجل ده بيعمل فبيقول لي هنا ما علينا من القصة اللي هو بيحكيها في الاول دي كلها وما علينا من اسمه بيقول لي هنا عايز يحسب الاماونت فيت طيب يبقى. هتساوي عندي يا مستر بوند اسمها سي اف. التانية التالتة يعviolتي تلاتة دول هيكسروا يبقىنا عندي تلاتة بوند اسمهم سي اف زايد. عندي بوند اسمها سي سي. يبقى انا عندي تلاتة يا مستر اسمهم سي. سي ال زايد. عندي بوند هنا ما بين والسي هتكسر يبقى زايد سي. سي. نحسب مصر يبقى تلاتة. بيقول لي ان هي زائد يبقى كام? احنا نسانا بنضرب هنا. عشان هما واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة. طيب اللي هي لأ مش فور هندرد فورتي زائد سي 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 سي. كلام ده الكالكوليطور هيطلع معنا شباب سري في فور هندرد في فور هندرد ففتي زائد سري فور هندرد او سري هندرد فورتي زائد سري هندرد فورتي سيكس طلع تو هندرد او سوزن سمن هندرد سكستين كيلو زول كرمودي. بادي الانرجي اللي انا احتاجها عشان عامل. بعد كده بيقول لي why are chlorine atoms released instead of chlorine atoms when ultraviolet falls in this compound knowing that the absorbed ultraviolet energy in one mole of these compound is four hundred كيلو زول. بيقول لك ليه لما ال ultraviolet اللي هي ال ultraviolet بتنزل على ال compound ده بنلاقي ان الكلورين بس هما يعني يعني ال compound ده ال CCL هي بس اللي بتكسر. لكن ال CF ما بتكسرش ما هو بيقول لك الكلورين released يبقى الكلورين هيمشي. يبقى البوندل اسمها CCL تكسرت. طب ليه CCL تكسرت و CF ما تكسرتش? قال لي يا عمي. CCL تكسرت عشان CCL تكسر محتاجة كام? سري هندرد فورتي. طب عشان CF تكسر محتاجة فور هندرد ففتي. طب هي ال ultraviolet دي بكام? قال لي ال ultraviolet قوتها يبقى يكنك بتنزل على ال compound. فالفور هندرد دي تكسر ايه? قال لي هتعرف تكسر بس مش تعرف تكسر الفور هندرد فورتي. يبقى لسه الفلورين محتاجة خمسين كمان يعني محتاجين خمسين على ال ultraviolet عشان نبدأ نتكسر. بعد كده بيقول لي زي ازا او دابل بيقول لي اللي اسمها في حالة بتاختلف من اللي اسمها برضو بس في حالة يعني ده وده دي اسمها ودي برضو اسمها اس او بيقول لك دي ليها انرجي غير اللي هنا قلت له طيب. انا مش معايا ال اس او اللي موجودة هنا تمام? بس معايا ال اس او اللي موجودة هنا. فانا هو بيقول لي اثبت الكلام ده قلت له خلاص طب ما انا معايا بتساوي ايه? زي ده يبقى انا هروح احسب يا مستر هشوف هي بتساوي ايه? عندي هنا واحدة اس او محتاجة تتكسر واحدة اس او كمان محتاجة تتكسر بس ده متقرار مرتين يبقى يبقى كنة هقول اس او. ليه? هم اتنين اس او بس هم اتكرار مرة تانية يبقى اس او اللي هي تعتبر يبقى كنة كده بقول لك اسمها اس دابل بوند. او زائد عندي مين تاني او او يبقى زائد او او. طيب معايا يا مستر اس او بتاعت اس او هو اه بيقول لك اس او في اس او تو بتساوي كام يبقى 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 بس كام زائد الاو او هو مدهاني الكلام ده لما حطيته انا وانتو على يا شباب يبقى زائد معايا بوستر توساوزن سكس هندرد سيرتي فور كيلو جول. طب 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 مستر نحسب هتساوي ايه? قال لي مستر هتساوي واحدة اس او التانية التالتة يبقى تلاتة اس او بس الكمباوند ده متكرار مرتين يبقى كني بقول سري في اس او. قال لك طبع مستر اللي هي اكلنك بتقول سكس يبقى كني هنا شباب هقول عندي ستة اس دبل بوند او مش معاي انا دي بس خلي بالك ان بالنيجاتف بس معايا دلت اتش خلاص يا مستر الدلت اتش بتساوي زائد طيب يبقى الدلت اتش اللي معايا اللي هي هتساوي اللي انا حسبتها معاكم زائد سكس اس دبل بوند او بس خلي بالك ان الاس او دي بتاعت الاس او سريها. طيب هنعدي ده النحة تانية بالنيجاتف تطلع معنا يا شباب. نيجاتف وان ناين سكس مينس تو سكس سري فور. طلعت نيجاتف تو ساوزن ات هندرد سيرتي. الكلام ده هيساوي نيجاتف سكس في اس دبل بوند او. انت عايز بقى الاس دبل بوند او اللي واحدها. فهتجيب السكس انها حت تانية بالدفايدد. طلعت معايا يا شباب. فور سيفن او بويند سكس سبن. تمام؟ يبقى طلعت معايا بكاك فور سيفن ووند سكس سبن. دي بتاعت الاس او سري ص賽? يبقى اللي اسمها او او في حيالة الاس او سري بتساوي روجب سيفن. طيب الاس او اللي في حالة الاس او تو بتساوي كام бум سري بويند سر ومش ليه لأ ده او ده كلام هنخذه في تانية سنة ويت ترميد تاني عليك خير. يبقى اللي موجودة هنا الانجج بتاعتها فائف سري فور لكن البنت اللي اسمها بس في الاس او سري بتاعتها فور سبين وون بوين سيك سبين. الانجي اثبتته هو بيقول لي اثبت ده بالكيميكال كالكوليشنز فانا اثبت له من فعلا الاس او في الاس او سري غير الاس او اللي في الاس او تو بالكيميكال كالكوليشنز. وبكده شباب نكون خلصنا مع بعض هومورك لسون تو. اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا. فيديوهات الشرح موجودة على الموقع بتاعنا. لو حابين تتواصلوا عشان الفيديوهات او حابين تسألها على اي حاجة كلموا الاركام اللي موجودة في الدسكريبشنز. شوفكم على خير.